طبعاً في عدد كبير من المحاور حول كيف نحفظ القرآن لماذا نحفظ القرآن استيعاب أن مشروع حفظ القرآن هو مشروع للعمر نحن نتكلم أيضاً عن المعاناة اللي ممكن يواجهها أي شخص مقبل على الحفظ وأمور كثيرة إن شاء الله بتكون مثرية لنا جميعاً كالعادة أول نصف ساعة نعطيها لضيفنا وأول 45 دقيقة كحد أبصى وبعدها نستقبل تساؤلاتكم اللي تجي على الخاص حول المحاور اللي تفضل فيها وإذا كان فيه وقت أيضاً استقبلناكم كمتحدثين معنا مدة المساحة من الساعة 8 مساعاً إلى الساعة التاسعة مساعاً بتوقيت مدينة الرياضي يعني مدتها 60 دقيقة بالضبط حيا الله شيخ عبد الله نورتنا ضيفنا العزيز والغالي أرسلت لك دعوة شرفنا قبولك لها الله يحفظك الله يحييك بارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نورتنا شيخ عبد الله وحياك الله الصوت واضح جداً واضح وسعيد بوجودك معنا وإن شاء الله دائماً تكونوا بخير وصحة وعافية أرسلتك الله خير يحيي الله الشيخ عبد الله ضيفنا العزيز والغالي الله يحييك هلنا متحمسين لهذه المساحة والله من حسن ظنكم الله وهي مساحة تعويضية صايرة تقريباً وأنا تعرضت لتنمر شديد اليومين هذه واليوم قبل ساعة تعرضت لتنمر شديد من قبلي لا كله يعني نقول لهم سنمر ولا خلينا ساكلة لا لا عادي خلاص يصل أنه وصلت يعني شوفوا لا بك أحد ما يدري خلاص بعد إذن آيات وبعد إذن الشيخ عبد الله إن شاء الله كنا لو تذكروا بعضكم أو أغلبكم كان موجود معنا في مساحة قبل أسبوعين بنفس العنوان طبعاً الشيخ عبد الله كان موعد معنا الساعة تسعة ونتصل عليه وما يرد علينا وفي النهاية خفني عليه حانا قلنا عليك ونصار معك شيء والله خفت عليك يومها لقد جعل مستحيل وكنت قبلها بيوم ملتقي فيه هنا في مكانك في مارضة كتاب في شيخ عبد الله ليه ما جيت المساحة ممكن تعترف والله أنا اعترفت بمقطع كامل يعني ذاك اليوم اعترف أمامهم الآن اللي موجودين لأن أغلبهم كانوا موجودين يوم اعترف لهم اعترافي من ثلاث حروب فقط نمت لا راحت علي نوم يعني من شدة ما أنا مستعد ومتجهز وقلت أريح شوية عشان أصير نشيط للقاء لكن اليوم كان أصلا يوم حافل يعني مليان وسبحان الله قدر الله أني أنا منهم بس كانت جميلة جدا جميلة جدا جميلة جدا وأنا أتوهق مع الشباب في المساحة عموما معذور وعذرك مقبول طبعا ومساحات في النهاية هي مثل جلسة البيت وجلسة العائلة فكلنا ملتمسين لك العذر مقدرين هذا العذر ومحل تقدير واحترام الشيخ عبدالله اليوم عنوان المساحة كيف نحفظ القرآن بإتقان سعيد جدا بوجود شخصيات رائعة كلكم العين والرأس بدءا من الدكتور محمد القحطاني أخوي برهيم وسلطانة والجوري إلى آخر إنسان ننضمعنا في هذه المساحة نوشي ونورة بنت عبدالله كلهم باسمه وصفته أنا أريد أن أرحب فيكم جميعا لكن لا أريد أن أستنزل في الوقت شيخ عبدالله أول نصف ساعة متكاملة لك أنا أريد أن أعطيك عندك محاول كثيرة مستمعين لك ومنصتين كيف نحفظ القرآن بإتقان لك الرائعة شيخ عبدالله جميل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجمعينما بعد أولا أنا أنا أسمح لي أصير أناني يعني هدفي الأساسي من هذا اللقاء هو أني أخرج على الأقل بشخص واحد من المستمعين سواء الآن أو فيما بعد يعني أسمع اللقاء مسجلا يتحمس لحفظ القرآن ويحفظ القرآن وإن شاء الله كل حرف يقرأه وبعد ذلك يكون لي أجر هذا الشخص حتى بعد ما أغادر هذه الدنيا يعني هذا هدفي تقريبا هدف أناني يعني لكنه سامي كيف تحفظ القرآن بإتقان طبعا الجواب على هذا السؤال سهل هو من كلمتين فقط وخطوتين فقط ولكن أنا سأحاول أن يعني أبسط الموضوع يعني أخاطب المستمعين الكرام كان كل واحد منهم أمامي وأنا أحاول أقنعه بالموضوع هذا حتى يبدأ بحفظ القرآن أما الجواب هو سهل كيف تحفظ القرآن كلمة واحدة تحفظ القرآن بكلمتين عفوا أو بخطوتين الخطوة الأولى أنك تقتنع بأهمية هذا الأمر الخطوة الثانية تشرع في الحفظ وتحفظ كيف تحفظ كلمة واحدة أيضا التكرار ما في أجوبة سحرية أو خطط غائبة ما أحد يعرفها أن نخبه من الناس حتى أنا أفصحانها لا لا الموضوع سهل لكن سأتحدث عن أمور قد يغفل عنها المرأة ويعني الواحدين شغل وقد يقبل من شخص يعني ما لا يقبل من غيره بحكم أنه يعني له في المجال هذا أكثر من غيره أنا ما أدري لكن في أراء في بعض الناس ما هو بحاس بقيمة هذا القرآن فعلا يعني يأخذ القرآن فقط على أنه حرف وتكسب حسنات كل حسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف من حرف ولا من حرف هذا صحيح وأن تكسب حسنات بهذا القراءة لكن القرآن أعظم يعني والنظرة إلى حفظ القرآن يجب أن تكون أوسع بكثير من هذه النظرة هذه النظرة صحيحة فعلا ولكن الموضوع أوسع بكثير أنت لازم تفكر كيف كيف أن هذا القرآن كان له تأثير قوي جدا جدا على العرب لما نزل عنه كيف كان تأثيره القرآن نزل باللسان العربي موين و ليسمعون الكلام هذا أكيد أنهم عرب لأنهم يسمعون كلام العربي لما نزل القرآن احتار كفار قريش في تصنيف هذا القرآن يعني أين يصنفونها وهل هو شعر هل هو سحر هل هو كهانة من الذي أتى بهذا القرآن هم يقولون لا أنت ما جئت به من الله تعالى يعلمه بشر قالوا لا هذا سحر هذا مهم من كلامك لكن هم مجمعون على أنه شيء معجز لا يستطيعون أن يأتوا بالله لذلك في ليلة من الليالي طبعا كانوا يصدون يعني الكفار قريش كانوا على قسم يعني كبراء قريش أبو جهل وجماعته يعني والمستضعفين أو مو مش المستضعفين يعني نقدر نسميهم المادر الصوت فيهم موجودة للأولى لأنه الأنجال انتصال تسمعوني أخوان طيب القريش كانوا كبراء و في سفهة وفي أتباع يعني الأتباع يقولون ما يقوله الكبراء إذا قال الكبراء أن القرآن هذا ترى سحر ولا تتبعون محمد عليه الصلاة والسلام فهم يسمعون كلامهم وما يتبعون هذا النبي ولا يصدقون بما جاء به في ليلة من الليالي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كبيته ويقرأ القرآن بصوت مسموع يسمعه من كان عند بيته طبعا ذلك الوقت ما في مكيفات ولا في أشياء تشتت الصوت ففي إحدى الليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولم يكن يعلم أن عند بيته عند باب بيته أو عند السور في ثلاثة أشخاص من كبراء قريش أحدهم أبو جهل كانوا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن حتى إذا ما أقبل الفجر تفرقوا وكل واحد ذهب إلى بيته فالتقوا في الطريق التقوا وتفاجأوا من بعض يعني ما الذي جاء بك يعني واضح أنهم جايين من بيتهم فتعاهدوا وتعاقدوا أن لا يرجعوا إلى فعلتهم هذه مرة أخرى لأنهم كلهم يعرفون يعني بدون أن يسأل كل واحد منهم ما السبب الذي جاء بك إلى سماع القرآن كلهم يعلمون أن هذا القرآن له تأثير ساحر عليهم ساحر بمجاز طبعا هنا من الليلة لما جاءت الليلة الأخرى من الغد اجتمعوا ما استطاعوا أن يقاوموا تأثير القرآن فيهم فاجتمعوا على غير ميعاد ولم يكونوا يعلمون أنهم قد اجتمعوا إلا بعد أن تفرقوا واجتمعوا في الطريق عند المغادرة وتعاهدوا مرة أخرى ولكن تأثير القرآن كان أقوى منهم فاجتمعوا أيضا في الليلة الثالثة ثم تعاهدوا عهدا نهائيا على أن لا يجتمعوا السبب قالوا لا يراكم أحد السفهاء فيتبع محمدا ويترككم يعني يقول أنتم تقولون ما لا تفعلون القرآن كان له تأثير قوي عليهم لذلك لما فعلوا هذه الفعلة نزلت نزل قول الله تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تأثير القرآن ما يعرفه حقيقة إلا من حفظ القرآن يعني مهما حاولت أن أشرح وأبين لا يمكن أن يفهم أو يدرك تأثير القرآن في الشخص إلا لمن حفظ القرآن في تأثير عقلي في العقل في اتزان العقل تأثير في المنطق يكون نظرته للأمور تكون متزنة هذا ملاحظ في من يحفظ القرآن طبعا نتكلم ترى عن العموم عن الأصل قد يأتي في بالك مثال ما ينطبق عليه ما أقول هذا ليس الأصل مثال نادر شاد قد يكون المثال هذا يعني صار عليه تأثيرات أخرى فجعلته لا ينطبق عليه هذا ما ينطبق على غيره اللي هو الأصل للقرآن له تأثير كبير في بناء الشخصية بناء عقل الإنسان تأثير نفسي طمأنينة الآيات القرآن مليئة بالآيات اليقين اليقين يعني التسلية الآيات اللي نزلت في تسلية الله سلم وفي تثبيته هذه ترى يعني ليست فقط على النبي صلى الله سلم وإنما هي على كل من يقرأ القرآن إذا قرأت القرآن وأنت لست حافظا له فإنك تتأثر في لحظتها فقط لكن اللي يحفظ القرآن تأثيره مستمر لأنه يحمل القرآن في صدره فهو يعيش مع القرآن في كل لحظة أول ما يواجه أي موقف أول ما يأتي في ذهني هذا الذي في صدره هو الذي في صدره مغراف ما في يعني اللسان مغراف ما في القلب فهو هذا اللي يؤثر فيه ولذلك تجد أهل القرآن وهذا ملاحظ يعني تجد أنهم كثيرا ما يستشهدون بآيات القرآن حتى في الموقف العادية يعني يستشهدون بجملة أو كلمة أو كلمتين أو آية كاملة وهذا أقرب شيء أصلا على لسانه كما أن بعض الناس مثلا أصحاب الشعر أهل الشعر تجدهم يستشهدون دائما بالأشعر هي أقرب شيء إلى عقله ولسانه تأثير القرآن على الفصاحة وعلى اللغة أيضا قوي جدا وظاهر تأثير الإيماني وتغيير الشخصية تكون شخصية متزنة شخصية هادئة شخصية مطمئنة اللفظة هذه بالذات مطمئنة ولذلك قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذكر القرآن ذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب طمئنة يعني أن الواحد يكون ما يشعر بالقلق والهلع والخوف من أمور لا يريد أن يفكر فيها أصلا لأنها تشعره بالتوتر والقلق ما يدري الحياة هذه إلى أين تنتهي إذا واجهه أي موقف حتى لو كان موقفا صغيرا يتشتت ويتوتر ويقلق إذا كان المرء حافظ القرآن مباشرة سبحان الله أول ما يأتي في ذهن الآيات المتعلقة بهذا الموقف فيطمئن ويرتاح الحمد لله يعني إن الله على كل شيء قدير الحمد لله ومن يدبر الأمر فسيقولنا الله ما الآيات هذه تأتي في ذهنه فيه يرتاح يرتاح ويطمئن في شيء ملاحظ في القرآن بالذاتي لمن حفظ القرآن أنا أذكر مراتي في مرحلة سبقت أحدثت عنها قبل فترة أيام الجامعة كنت أقرأ لأحدهم أحد الأدباء ولكنه كان ما كان على سبيل قويم حقيقة هذا الكاتب فعنده أفكار ما تتوافق مع ما كنت أحفظه من القرآن يعني بدون ما أشعر تأثرت بهذا الكاتب لكن ما كان تأثري تأثرا يعني بقناعة تامة لا كنت أول ما ييجي في ذهني شيء ما أثاره هذا الكاتب مباشرة تجي آيات كثيرة كثيرة ترد على هذا الرأي الذي قاله هذا الكاتب فما أخذت فترة قليلة إلا أنه الحمد لله يعني عدت إلى الطريق الذي نشأت عليه فعندك عندك مثبت داخلي داخلي داخل نفسك شيء مثبتك على على الطريق المستقيم سواء أن التثبيت الفكري تثبيت الفكري بحيث ما تتأثر أفكارك بأفكار تخالف أفكار القرآن أو التثبيت الإيماني إذا زل الواحد يمين أو يسار في مجال الشهوات القرآن فيه واعظ داخلي واعظ داخلي سبحان الله يعني إذا كان المرء حافظ للقرآن فهل لازم يراجع إذا كان يراجع تمر بآيات كثيرة كثيرة فيها واعظ واعظ داخلي يعني القرآن مليء بقصص الأنبياء الأنبياء كانوا يعظون أقوامهم والقرآن مليء بآيات الوعظ لنزلت ربما سبحانه وتعليم على العرب فهذه أيضا تعظك أنت لأنك هافظ للقرآن فتتأثر رغما عنك رغما عنك تشعر بأن القرآن يعدل مسارك إذا رحت يمين رجعك فاحتسار رجعك للطريق الصحيح ولذلك بالاستقرار تجد أن حافظ القرآن اللي يحفظ القرآن وما زال يراجع القرآن يعني نادر نادر أن تجد حافظ للقرآن ظال رائح بعيد يعني غير طريقه تماما يروح شوي لك نرجع يروح ويرجع يعني في شيء يسحب وسحب لازم ترجع إلى طريقك اللي نشأت عليه هذه من بركات القرآن القرآن سبحان الله لمن يحفظ القرآن ويستمر في مراجعته يجد فيه بركة وتوفيق شيء لا يفسر بركة في الوقت بركة في النفس بركة في شيء كثير البركة أنا شوفنا اللفظ ما يفسر هو بركة فقط يكفي تفسيرها أنها بركة في توفيق فيه يعني من التوفيق ومن البركة الطمأنينة هذه اللي يتكلمت عنها الطمأنينة هذه الطمأنينة يجدها حافظ القرآن والمتمسك بالقرآن يعني ما يعرف قيمتها حافظ القرآن هذا إلا إذا لو اطلع على قلوب الناس اللي ما حافظوا القرآن ويعني يتواجههم واقف ما عندهم شيء يضمنه في أوقات الفتن في أوقات الفتن أكثر ما يثبت المرء هو القرآن ليه؟ لأن القرآن يستلزم منك أنك تراجعه كل يوم وإلا ذهب منك أنت حافظ القرآن لازم تراجع لازم تراجع لازم تراجع إذا ما راجعت ذهب منك فلأنك تراجع كل يوم تمر بآيات كثيرة متنوية آيات فيها تثبيت آيات فيها ذكر لفتن أشد من مصاري يعني مثلا فتنة مال مثلا لو مرت بك واحد يعني مرت به فتنة مال سواء في شخصه أو فتنة عام يعني للناس كلهم إذا مر سورة القصص إن قارون كان من قومي مسابقة عليهم يمر ثم يمر إلى فقال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ثم قال خرج على قومه في زيناته قال الذين يريدون الحياة الدنيا هؤلاء لا يمكن أن يكونوا حافظين القرآن الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي يا قارون إنه لذو حظ عظيم ينظرون إلى الأمور بسبحية وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحة ولا يلقاها إلى الصابرون إذا قرأت الآيات هذه لا يمكن أن يكون تأثيرك تأثير فتنة المال عليك مثل تأثيرها على غيرك لا يمكن لما تقرأ مثلا في فتنة النساء تقرأ في سورة يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه سورة كاملة يعني في هذه وفي يعني قص عليها الفتنة الأخرى أيضا مراجعة القرآن تجعلك تمر على كل هذه الآيات ولا بد أن توثر فيك لا بد يعني هذا رغما عنك يعني هذا من بركة القرآن من توفيق القرآن سبحان الله تعالى إلا أنا أتحدث عن الأمور التي يظن الناس يعني يحكي يتكلم بعض الناس الجهلة أن القرآن حفظ القرآن هو مجرد زيادة نسخة يعني أنتم تحفظ شيء موجود عندك كفت القرآن تجد يعني موضوع بسيط لا 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 الموضوع أكبر أوسع بكثير ومثل ما قلت لا يمكن أن يستوعب ويدرك كلامي هذا جيدا إلا من حفظ القرآن يشعر بهذا يشعر بهذا الشعور هذا يريد أن يوصله إلى الناس بس حاول حاول يوصله هذا الشعور يعني سبحان الله شعور شعور عظيم عظيم لماذا تحفظ القرآن كل هذه الأمور التي ذكرتها في أمور أخرى يعني في ناحية تأثير القرآن انظر إلى تأثير القرآن في الصحابة أنفسهم لما أسلموا لم يكن الأمر مجرد فقط دخول في دين جديد يعني ما كانوا كانوا على الشرك على دين قومهم دين كفار قريش ثم دخلوا في الإسلام لم يكن مجرد إعلان أشهد ولا إله لله والشهد محمد رسول الله لا 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 تأثير القرآن عليهم مع الأيام ومع السنوات كان تأثيرا كبيرا عجيبا جدا وأنظر إلى حالهم في بداية إسلامهم كل الصحابة أول ما أسلم وبعد ما تمكن القرآن والإيمان من قلبه تجد الأثر كبير تأثير عجيب فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثالا شوف كيف تأثير القرآن عليه سبحان الله يعني عمر كان قوي جبروت في وقت أيام كان قبل أن يسلم كيف جعله القرآن يقولون كان على خدي خطان أسودان من البكاء البكاء لماذا تأثير القرآن كان يقرأ سورة الطور والطور وكتاب المصدور فمرض شهرا يعوده للصحابة يعودونه من شدة تأثير هذه الآيات عليه عمر شوف تأثير القرآن عليه لذلك حفظ القرآن ترى اصطفاء من الله تعالى اللي يحفظ القرآن ويفق الله تعالى أنه يحفظ القرآن هذا من اللي اصطفاء ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا توفيق هذا ما يوفق له أي أحد لذلك الموضوع ليس يعني مجرد اختار يعني لا أنا بحفظ لا أنا بحافظ يعني نعمة كبيرة جدا أن الله يوفقك أنك تحفظ القرآن مثل يعني لو نقيسه ما لقياس بعيد جدا لكن عشان تستوعب فقط اللي أقوله لك يعني لو قيل لك خلاص رشحناك الآن الآن جاء قبولك أنك تدرس في جامعة من أفضل عشر جامعات في العالم مجرد قبولك في الدراسة هذا أن تعلم أنه هذا تمييز كبير لك من الناس أنا فقط مجرد أقرب لك الصورة ولا هذا القرآن لا يقاس على أمور أخرى أبدا هذه الأمور أنا أحببت أن أقدم بها من أجل أن تدرك لماذا القرآن مهم القرآن لا يتوقف أهمية فقط عند هذه الأمور في أمر يعني جميع الأعمال تنتهي عند الموت إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث لذكره تعاد في الحديث إلا من صدق الجاري أو المنتفع به أو أعمال صالح أو أولد صالح يدعو له لكن حفظ القرآن يستبر منك حتى في يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك في الجنة يعني عند آخر آية تقرأها منازل الجنة هل تعرف المسافات بينها بين كل منزله ومنزله مسافة خمسمائة عام الموضوع ترى مهم بسيط يعني فأنت إذا حفظت آية الآن حفظت آية واتقنتها هذا يضمن لك منزله أعلى في الجنة في الجنة ولذلك أن تحرص أنك تراجع وتستمر في حفظ القرآن ومراجعته ليس فقط من أجل الحفظ القرآن في الدنيا وإنما هدفك بعيد ولذلك ما فيه عمر لحفظ أو مشروع حفظ القرآن ما فيه يعني مثلا الدراسة تقول بالله أنا عمري 40 سنة ولا عمري 50 سنة خلاص الآن أنا كبرت على الدراسة بعد ما شابوا الدول كتاب مثل ما يقال القرآن ما فيه المقولة هذه في ناس يعني أعرف واحد كان يتكلمني يقول جدتي بدأت تحفظ القرآن عمرها 60 سنة بدأت تحفظ ووصل عمرها 70 سنة أتم تحفظ القرآن القرآن يعني حفظ القرآن ليس للصغار فقط يعني الصغار وشجعون عليهم من أجل أنه أسهل عليهم لكن ما له ما له عمر ما له عمر يعني سيأتي عليك يوم من الأيام إذا كنت الآن في مرحلة الشباب سيأتي عليك يوم من الأيام قطعا ستندم على أنك ما حفظ القرآن ستندم إذا كان طبعا يعني لك طلب والحمد لله إن شاء الله لك طلب يعني يعني المشروعات التعلم إذا عددنا أن مشروع حفظ القرآن مشروع تعليمي تنتهي عادة بالاختبار اختبارات خلاص يعني بعض الناس خلاص اختبروا وتخصص في مجال معين توظف انتهى الموضوع يعني حتى لو نسي المقرض هذاك اللي كان يدوسه ما يهم القرآن لا مثل ما قلت قبل قليل مشروع لا ينتهي أبدا إلا في الجنة حتى في الجنة يعني طيب هذه المقدمة هذه في موضوع لماذا تحفظ القرآن أصلا لماذا تحفظ القرآن القرآن إذا حفظته حافظك إذا حفظت القرآن حافظك كيف تحفظ القرآن الآن نحن نجي من السؤال هو موضوع جميل جدا شكرا جميل جدا إذا تسمعني شكرا بسأل عندي تنويه بسيط أو شيء شكرا على المقدمة الجميلة والآن إن شاء الله ننتقل للمحاور الخاصة بحفظ القرآن بسأل عندي تنويه لأن فيه ضيوف جدد دخل عندنا طيفا إن شاء الله بينتهي من المحاور اللي حاب يطرحها حول عنوان المساحة وإن شاء الله يكون متبقي معنا وقته نستقبل طلبات المايك لكن إذا فيه تساؤلات عندكم حول النقاط اللي بيذكرها الآن أو ذكرها سادقا يريد ترسلوها لي على الخاص وأطرحها على شيخ عبدالله حفاظا على وقتكم ووقت المساحة والمفروض المتبقي على وقت المساحة ما يقارب الأربعين دقيقة وإن شاء الله يمدينا ناخد مداخلاتكم لكن أهم شيء عندي أنا اليوم نحاور ضيفنا العزيزة تفضل شيخ عبدالله أسفل مقاطعتك هو طبعا الموضوع طويل موضوع متشاعب لكن أنا حاول ألملي بشتاته في ذكر بعض الأمور التي تشجع الواحد أنه يحفظ يعني بعض التنوير وفرصة يا شيخ عبدالله أني أشكر كل اللي موجودين 750 إنسان شكرا لأنكم استخدمتم هاشتاك ديوانية آيات وغردتوا برابط المساحة هذا التغريد يعتبر بمثابة نشركم للخير والمعرفة وعلوم القرآن الكريم فدعوة أجددها السهم اللي موجود فوق بجانب كلمة مغادرة تسووا نسخ للرابط تنسخوه في تغريدة مع استخدام هاشتاك ديوانية آيات ويعطيكم الفعافية تفضل الشيخ عبدالله وآسف في النقاط تفضل طيب الآن نجي مثل ما يقال للجانب الفني كيف تحفظ القرآن في عدة جوانب أو في عدة نقاط في هذا الموضوع كيف تحفظ القرآن يعني عمليا كيف تحفظ مثل ما قلت في البداية الأمر يعني من ناحية استراتيجية سهل الحفظ لا يمكن أن يكون إلا بالتكرار هذه قاعدة أي أحد يقول لك حفظ بدون تكرار حفظ بطريقة سهرية ما فيه ما فيه إنسا الموضوع هذه الطريقة يعني يعني سار عليها السلف والخلف والجن والإنس كل ما ما فيه طريق غير التكرار القرآن نزل بالإسان العربي مبين وهو نص عربي كيف تحفظ هذا النص تحفظه بإنك تكرر المقدار كيف يكرر ومتى وفيه طرق معينة نعم هنا نجي للتفاصيل أولا لابد أن تعرف أنك الآن يعني عندك عادات يومية ممتادة عليها فإذا كان عندك مشروع حفظ القرآن لازم تأخذ هذا المشروع بقوة يا يحي يخذ الكتابي بقوة بجد واجتهاد فلازم تستوعب فعلا أنه أنا الآن عندي مشروع لحفظ القرآن ويجب بناء على ذلك أن جدولي اليومي يكون فيه تغيير يكون فيه تعديلات الأولوية للأمور المهمة حفظ القرآن من أهم الأمور لابد أن يكون عندك من أهم الأمور وإلا لن تحفظ يعني ليس مجرد نزهة حفظ القرآن جرب بس يوم يوميا وانتهينا لا إذا كنت نحتفظ القرآن بسم الله ابدي حفظ القرآن ما الهدف؟ هدفك هل هو حفظ القرآن أو إتقان القرآن كاملاbil يجب أن يكون عندك هدف بعيد الذي هو حفظ القرآن أو إتقان القرآن وعندك أهداف قصيرة في المدى يعني تقول والله بابدى الآن أحفظ مثلا أو أهدافي سمونه متوسطة مثلا ثم قصيرة المدى يعني مثلا تقول الآن خلال شهر بحفظ جزء مثلا طيب خلال أسبوع خلال أسبوع بحفظ مثلا خمسة أوجه طيب خلال يوم كل يوم أو خلال أسبوع كيف تحفظ الخمسة أوجه هنا يجي التفاصيل هذه اللي هي قصيرة المدى وكل واحد يختلف طبعا تحفظ عن غيره كل واحد له قدرات معينة هو يجب أن تستوعب هذا الشيء لا تقيس نفسك على غيرك لا تقارن نفسك بغيرك كل أحد أعطاه الله قدرات ومواهب تختلف عن غيره في ناس تشوف يحفظ ما شاء الله على طول وجه في خمس دقائق وما ينسى هذا لا تقيس نفسك عليه في ناس يحفظ وجه في خمس دقائق لكن بعد ساعتين ناسي في ناس يأخذ وقت طويل في الحفظ لكن إذا حفظ ما ينسى في ناس قسم الرابع يأخذ وقت طويل في الحفظ يعاني وأيضا يصعب عليهم ويحافظ على هذا المحفوظ هذا يعد مواهب قسم الله تعالى أنت يجب عليك أنك تبذل الجهد وتحاول والماهر بقرآن مع السفر الكرام برد هو الذي يقرأ القرآن وتتعته فيه هو إجران لكن اللي ما يقرأ القرآن ما له شيء فعلى الأقل أن تكون من أحد القسمين هذين في بداية الحفظ يجب أن تستوعب إذا بدأت تحفظ بما أنك غيرت العادات ستواجه صعوبة أي مشروع تبدأ به في البداية معروف أنه سيكون له صعوبة ويكون له هيبة شوي فقط أنك تستوعب هذا الأمر سهل عليك أنه هي فترة ثم تتعود الذاكرة مثل العضلات يعني بالتمرين بتتقوى فأنت في البداية مثلا تحفظ وجه آية آيتين نصف وجه ربع وجه ترى بعد أسبوع وبعد أسبوعين تستطيع تحفظ أكثر من كذا وأنت ستشعر بهذا بذلك زد شوي زد شوي في بداية الحفظ عندك أمرين عندك التمرين مثل ما قلت هذا يحتاج إلى وقت شوي يعني سبوع أسبوعين والأمر الآخر توفيق من الله تعالى يجب أنك تخلص نيتك في هذا الحفظ أنه ليس لغرض الدنيا ولا لغرض أن الناس يشوفون أنك حافظ القرآن لا 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 هذا لله تعالى ولذلك الله تعالى يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا بحسب نيتك ربك يوفقك ويسددك كيف تحفظ؟ ابدأ بالحفظ وكرر المشكلة اللي يقع فيها كثير من الناس أنه يقرر يعني بنفسه يقول أنا حفظت في مرحلة بداية الحفظ وليس في مرحلة الحفظ حقيقة يعني يكرر الوجه مثلا أو المقدار المقدار بغض النظر عن الوجه والوجهين المصفوج يكرر المقدار مثلا خمس مرات ست مرات سبعة مرات عشر مرات بعدين يشوف أنه بعد عشر مرات أنه خلاص يعني ما في إلا خطأ خطأين زائد خمس مرات خلاص ما في خطأ خلال الساعة اللي جالس فيها أو النصف ساعة اللي جالس فيها الآن بدأت بدأت الحين تحفظت الخطأ الخطأ الكبير اللي يقع فيه كثير من الناس خلاص يقول الحين حفظت لا الآن أنت جهزت ذاكرتك للمحفوظ الذاكرة عندك ذاكرة مثل كميوتر يعني أصحاب التخصص الحاسب فيه شيء يسمون الذاكرة العشوائية اللي هي الرام وفيها الذاكرة طويلة المدع اللي هي الهاردسك أنت تحاول تقنع يعني باختصار طريقة الحفظ أو آلية الحفظ أنت تحاول تقنع ذهنك أنه ينقل هذا المحفوظ من الرام والذاكرة العشوائية هذه إلى الهاردسك ورق إلى الذاكرة طويلة المدع فأنت مثلا مثلا لما تجي تبي تروح تشتري أغراض من البقالة مثلا لا يمكن تحاول تحفظ الأغراض عشان ما تنساها بعد السبوع أنت بي بس لمدة الساعة أو عشر دقائق لما تروح للبقالة أبي جيب حليب وبيض وخبز مثلا فأنت ترتبن على طول تقول ذهنك أبي بس المحفوظ هذا ما يبقى إلى عشر دقائق شرائتين خلاص بالليل لما أسألك شرائتين أو الله أنا أسي ما أدري تخليه ينقل هذا المحفوظ إلى الذاكرة لطويلة المدى بالتكرار الذهن يحتاج تكرار وكل ما كررت عليه كل ما كررت عليه وأعدت عليه يقتنع وفهم ونقل المحفوظ هذا إلى الذاكرة لطويلة المدى كيف تكرر؟ شف التكرار بعضيك أرقام الحين يمكن أن تستغرب لكن تبي حفظ تبي أتقان تكرر الطريقة هذه بس لمكو البداية صدمة ألف مرة كثير صح طيب خلنا 500 مرة برضو كثير طيب عندي لك حل حل وسط بينه وبينك فيه تكرار أساسي لازم ما تنزل عنه يعني في الساعة التي تجلس تحفظ فيها مثلا جالس تحفظ ساعة لازم تكرر المقدار أقل شيء 50 مرة 50 مرة بس ترى ما أنا مخليك 50 مرة الآن مثلا الساعة مثلا 6 الصباح الساعة 6 الصباح كررت 50 مرة باقي عليك واجب تسويه قبل الظهر قبل الظهر الله يحفظك تكرر المرة ثانية 50 مرة طيب بسامحك شوي خليها 40 مرة عندك واجب ثاني العصر قبل العصر أو بعد العصر كرر أيضا 30 مرة أو 40 مرة لازم خلال اليوم تكرر ما لا يقل عن 100 مرة ولازم خلال الأسبوع تكرر ما لا يقل عن 500 مرة خلها 300 عشانك 200 يلا ما في مشكلة المقصود يعني وش الهدف من هذا الهدف من هذا هو محاولة محاولة مساياسة الذهن ومحاولة تجيه من هنا وتجيه من هنا الحاح على الذهن يرحم والديك تكفى انقرها للذكر لطويلة المدى تكفى تجيه الحين تجيه الصبح تجيه العصر تجيه المغرب تجيه الليل تجيه البكرة إذا شابك أن شابت له يعني يقولك خلاص يرحم والديك فكنا خلاص بنقرها للذكرة طويلة المدى فينقلك المحفوظ هذا للذكرة طويلة المدى وتنتهي لكن لما تجيه تقول له سلام عليكم بالله عندي هذا بيك تنقل للذكرة طويلة المدى جلست الساعة عنده ومشيت ما شاب وجهك يقول هذا الععاب هذا ما لا 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 خلاص واخر فيه أشياء مهمة يضع للذكرة طويلة المدى هذا اللي اللي جاب لي هذا المهبجاد يعني ما في فائدة لكن إذا صرت تجي كل يوم وتكرر كل يوم المقصود الشو المقصود إنك أنت طول اليوم ليست في حالة ذهنية واحدة عندك حالات ذهنية في حالة تركيز شديد وفي حالة ضعف تعب يعني طبيعة كل أحد يعني إذا نايم زين وآكل زين ومروق يكون تركيزه عالي إذا هو مشغول وتعبان وجوعان وما نام زين تركيز ضعيف حنا نبيناصل إلى مرحلة إنك حتى في حالة تركيز الضعيف تقدر تقول للذهن تعطيه أمر تقول بالله جيب لي عطني صفحة هذه من عندك الصندوق الفلاني يجيب لك إياه وجاهزه وما عندك مشكلة حتى لو أن تعبان لذلك نتلقى الحفاظة الآن المتقنين حتى لو كان يعني بعضهم بعضهم يعني أذكر كان بعض بعضهم يقول لي إنه صلي الفجر جماعة وإمام مسجد يقول والله ما أذكر وش قريت طيب الجماعة وسألتهم يقولون والله صلى بنا وقره بنا وحفظه ما فيه مشكلة ليش هو خلاص الحفظ عنده متقن جدا إلى درجة أنه ما يحتاج يفكر بالحفظ هل هو هل هي إن الله ولا والله ولا لا لا خلاص أنتهى موضوع هل ترى ما تجي مجرد للساعة ولا تكرر عشر مرات خمسة عشر مرة هذه هذا تكرار واحد هذا ما نوي يحفظ يبي يمشي بس حق الأختبار حق التسميع بس حق المحاضر هذه والحصة هذه إذا تبتح فضل قرآن وتتقين ما ينفع الطريقة هذه ما ينفع لازم تكون الطريقة التي ذكرت لك طريقة التكرار في أوقات مختلفة والتكرار أيضا في حلات مختلفة كيف في حلات مختلفة يعني الآن تكرر وأنت جالس بالحالك تكرر وأنت بالسيارة في ناس حولك تكرر وأنت بالمسجد تكرر وأنت مثلا في مثلا في جالس مع ناس يعني مثل ما تقول عزيمة لكن جالس أنت بالحالك ويقدر يعني تقرأ بينك بالنفسك اقرأ بينك بالنفسك شوف كيف المحفوظ طبعا شوف ستواجه إشكال الإحباط في البداية الإحباط كيف الإحباط تحفظ تحفظ خمسين مئة مرة تكرر بعدين يجي من بكرة تحاول تعيد تكتشف أنه شيخطى كثير شوف أنا بعلم شي واحد هذا طبيعي بس لما تعرف أن هذا طبيعي تفتح ما في شي يجي يعني مباشرة كده تاخد وقت طويل يعني الموضوع يعني بعضك مثال شوف مثل يمكن كتير منكم شاف الشوارع وهي تزفلت شو يزفلتون الشوارع يزفلتون الشوارع يشيرون الطبقة الأولى بعدين يحط لك الغار هذا وبعدين يحط لك الزفلت طبعا يقولون باللغة العربية صح الزفت وليس الزفلت هو اسمه كذا الزفلت هذا اللي زي الشحن يعني زي التراب بعدين تجي الرصاصة اللي ترص الزفلت كيف ترصه لو جيتها تقول يلا يا أخي خلاص انثر الزفلت هذا وخلاص امشي عليه السيارات ما لسه يبيه الوقت شوي طب شو سوي الرصاصة تروح ترجع تروح هذا هو الحفظ يحتاج انك تكرر وترجع وتكرر وترجع تاخذلك وقت لمن عقلك أو ذهنك خلاص يتشرب هذا القرآن هو هذا المحفوظ وتصل بعدها لمرحلة الاتقان ومثل ما قلتلك يبقى انه الناس متفوتون والله تعالى يعني فضل بعض الناس على بعض يعني وذلك يفضل الله يتيهم يشاء انت تحاول ممكن يكون حفظك متقن مئة بالمئة وممكن يكون حفظك مو متقن مئة بالمئة مع انك تحاول على الاقل مو بحفظك ضعيف على الاقل انت تحفظ القرآن وان كنت مثلا ما تقدر تصلي بالناس طبعا يعني بعطيه اشارة الآن لحكم اني ذكرت هذه ضابط الاتقان انا اشوف انه ضابط الاتقان هو ان يعني اتقان القرآن متى يقال الشخص انه متقن القرآن حافظ وضابط هو ان يقال له الان كسفت الشمس او خسف القمر صل بنا اماما اذا كنت تستطيع تصلي بالناس بدون ما تفتح المصحف ما يحتاج تراجع يعني فانت متقن تقرر لانه لخسوف وصلت لخسوف تحتاج إلى قراءة طويلة اما ادي قلت لها والله براجع شوي والله هني أنا السورة هذه احتاج لا انت ما انت متقن قد تكون حافظ لكن لسا متقنا ترى معلومة اخراطك كل الحفاظ المشايخ ايمة الحرام المشايخ المقرئين كلهم لا تظن انه حفظ القرآن وخلاص تك جلس ترى يراجع يوميا كم يراجع يوميا بعضهم يراجع جزئين اقل شي بعضهم يراجع ثلاث اجزاء بعضهم يراجع خمس اجزاء بعضهم يراجع ست اجزاء بعضهم يراجع قرآن كاملا اختلفون يعني لكن كثير منهم يمشي على التسبيع اللي هو يقل القرآن فيه اسبوع فيه اسبوع اللي هي فهمي بشوقي مشهورة هذه ومن الوقت ممكن ما فيه في وقت مية شرح اكثر في موضوع هذا لكن انا المقصود انه حفظ القرآن اذا حفظته فأنت تحتاج وقت الى ان تستقر في البداية ترى فيه تعاب وفيه احباط ولما تراجع وبعدين تكتشف فيه اخطاء وتحاول مرة ثانية تعدل من رأيي انا اذا كنت تراجع غيبا لا تفتح المصعف اذا مرأت بخطأ في بالك يعني شكيت شكيت او حتى ما انت بعارف الآية هذه عادي كمل الآية اللي بعدها اهم شي ما توقف لانه نفسيا تحسينك خلاص خلصت المقدار بعد ما تخلص حين تكون بالسيارة مثلا تسوق اذا وقفت عندي اشارة ولا وقفت عن المكان افتح المصعف شوف تأكد مع الوقت تضبط وقت الحفظ ما تتحفظ ما تتبدأ تحفظ دائما يقولون بعد الفجر بعد الفجر بعد الفجر ليش بعد الفجر خلينا اقولك يا ممكن اعطيك ممكن كلمات تستغرب منها لا تحفظ بعد الفجر لا تحفظ بعد الفجر إلا اذا كنت نايمزين الموضوع ليس متعلقا بالفجر بالذات صحيح الفجر له ميزات لكن اذا كنت سهران طول اللي بعدين تكون بحفظ الفجر غلط اذا كنت ملنت لساعتين أهم شيء أنه يكون ذهنك صافي وجاهز للحفظ في أي وقت إذا كنت والله من الناس اللي ينام النهار وبعد العشاء يجلس بالحال ويروق وبسم الله ذهن صافي احفظ هذا العشاء بشه المانع المقصود أنه يكون ذهنك صافي فقط ونايم نايم نوم زين وهنا تحفظ طيب المقدار طبعا مثلا ما قلت يزيد قليلا شوي شوي تزيده شوي شوي وكل ما زاد المقدار فهو أفضل وأقوى للحفظ وترى الذاكرة سبحان الله يعني ترى يعني أنت استغرب تقول ما يمكن هكتر أحفظ وجهين ثلاث وجه باليوم ممكن ترى أنت يا الله تحفظ الحين أيتين ولا تحفظ لك نصف وجه هذا في البداية إذا دردت نفسك على الحفظ تستطيع أنك تحفظ طيب مما يساعد في الموضوع الحفظ أن يكون عندك بيئة قرآنية بيئة قرآنية كيف وهذه مهم جدا بيئة قرآنية إذا بيت تحفظ قرر تحفظ بسم الله لازم يعني أحيانا أقول لك انضم إلى مجموعة واتساب إذا صار صعب عليك مثلا تكون في حلقة فعلا يعني في ناس يعني محفظ وواحد يسمع يسمع لك أو شيء البيئة هذه يعني تعطيك شعور بأنه في ناس مثلك مثل أي بيئة ترى يعني مثلا تعرف كل أحد يعني ما عليش بس تلقى المكمم عندهم بيئة مكممين عنده برنامج رياضي عنده برنامج يعني عنده ناس مثله حتى حقيقة السيارات تلقى كل فئة من السيارات عنده مجموعة يتعاونون فيما بينهم على يعني على أشياء التي تهمهم يعني أصحاب كل مهنة وأصحاب كل كل هواية يجمعهم هذا يعني لازم يكون معك ناس أيضا نفس اهتمامك هذا يساعدك بما يساعدك البيئة موضوع السماء اسمع قرآن كثير اسمع اسمع أنا أنا أقول لكم الآن يعني الحمد لله مني وانا صغير الوالد كان يشغل قرآن كثير ففي آيات إلى الآن إلى الآن ضبطي لحفظها من من اللي كنت أسمعها وانا صغير وانا صغير يعني أذكر في في سورة فاطر قل أرأيتهم هو الذي جعلكم خلائفة في الأرض وليس خلائفة الأرضي هذه عندي ثابتة في الأرض لا يمكن أخطي فيها يعني إن شاء الله ليش لأن نذكر كنت أسمع وأنا صغير الشيخ عبد العزي الأحمد كان الشيخ يشغل الوالد يشغله كثير ويحب صوته كانت في يعني الشيخ ما كان قراءها في التراوية ففي المنتاج معدلينها ومضيفينها في فنذكر أنها كانت شوية غريبة هو الذي جعلكم خلائفة في الأرضي فخلاص ما أنساهها ما أنساهها أحيانا أنه يكون السماء عندك مرتبط بمكان معين سمعت الآية في مكان معين فخلاص رتبطت عندك صورة صورة شيء في شارع أحيانا في محل ولا في خط سفر ولا في أي شيء يعني لكن مرتبط عندك ما تسمعه بما تراه فخلاص رسخت الآية هذه المقصود أنه خل بيئتك كل ما كانت أكثر إحاطة بالقرآن صار أسهل عليك في الحفظ وفي الضبط أيضا أنا خطت وقت طويل لكن بس أشير إلى نقطة أخيرة يمكن اللي هي المراجعة كيف تراجع المراجعة أهم شيء فيها شيء واحد المراجعة لا تتوقف شوف في ناس يقول لك طيب أحفظ ولا أراجع شوف سؤالك أو ولا أراجع سؤال خاطئ أصلا لأنه أحفظ يعني يفترض أنه يكون سؤالك أراجع لكن أنا أراجع لكن كما أحفظ إيه ممكن كذا أقول لك لكن تراجع ولا تحفظ لا 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 المراجعة هذه رصيد عندك الآن جالس تحميه أنت كانك تقول الله خلاص أنا الآن عندي الآن الكنز هذا موجود عندي أحفظ عليه ولا تركه ومشي ماذا تحفظ عليه هذه ما تحتل السؤال أصلا تحفظ عليه ولا تتركه تمشي يجي أحد يشيله لا لا هذا لازم كل شوي ترجع له المراجعة يجب أن تكون مستمرة ولازم تكون بطريقة أو أفضل شي تكون بطريقة تسمونها السحب كيف السحب أنت الآن حفظت مقدار اليوم السبت مثلا اليوم السبت بداية الأسبوع حفظت مقدار مثلا وجه لو قلنا وعندك كل يوم وجه يوم الجمعة خلينا إجازة اللي هو وقت مراجعة اللي حفظته يوم السبت حفظت وجه يوم الأحد تراجع الوجه هذا مع حفظ الأحد يوم الأثنين تحفظ حفظ الأثنين مع السبت والأحد وهكذا حتى تصل إلى يوم الجمعة يوم الجمعة تراجع المجموعة كاملا اللي وراء اللي حفظته خلال الأسبوع إذا جاء يوم السبت الجديد الثاني بأسبوع الثاني تراجع السبع الأيام اللي راحت كلها ثم تحفظ جديد يوم الأحد خلاص حق السبت اللي راح ما تراجعه مع الجديد هذا يعني ما تراجعه ما يكون عندك مثل ما قلت السحبة السحبة اللي هو الزية القاطرة يعني مقطورة خلاص تفك القاطرة الأولى اللي هي السبت السبت الأول وإذا جاء يوم الأحد تفك القاطرة حقه الأحد الأول وهكذا لكن إذا يجيهم الجمعة تراجع المجموع كاملا حق السبوع الأول وسبوع الثاني طويل طبعا طويل هدفك أنت تحتفظ القرآن كاملا هذا هدفك إذن لازم تعرف أن القرآن هذا وإنه لكتاب عزيز عزيز إذا تركته تركك القرآن ما يجلس في صدر أحد ما يعطيها أهميته إذا أحببت شيخ حسام أنك تفتح المجال أو أنكمل ترى أنا ما أنا موقف يعني الله يحفظك شيخ حبد الله أنا شخصيا يعني مستمتع وودنا نسمع أكثر ونألم أنه في محاول أخرى فودي تأخذ راحتك فيها إن شاء الله أن يكون معنا وقت نأخذ المداخلات بعد انتهاءك من المحاول وبعض التساؤلات الجهة الخاص بس إذا تسمح لي أنوه عن شيء تبار الرحمن المساحة الماء يقارب ألف ومئة إنسان موجود فيها فحياكم الله جميعا ويشرف ويشرف أن الله يحفظكم بمتابعة حساب المضيف آيات وفعلوا الجرس كل يوم أثنين إن شاء الله عندنا مساحة نستقبل فيها ضيف عزيز وغالي علينا جميعا وأيضا إذا فيه إمكانية ترسلوا لي على الخاص أو على حساب آيات في الخاص بعض الضيوف اللي حابين نستضيفهم والعنوين اللي حابين نتكلم عنها كلكم شكل ومقدر بإذن الله بعد انتهاء ضيفنا العزيز من بعض المحاور نأخذ الأسئلة اللي جاءتنا على الفاص وإذا كان فيه مجال نأخذ طلبات المايك إن شاء الله ما نقصر شيخ عبد الله استأنف يعني أنت توقفت عند المراجعة على ما أعتقد فودي تستأنف باقي المحاور تفضل طيب طيب زكرة الله خير هي ممكن خلاص ممكن نقضى ونقطتين بتتكلم عنها وإذا فيها أحد عنده سؤال أو مداخلة فأنا أفرح بها حقيقة بس أنا حاول أتكلم عن الأمور اللي تواجه اللي يحفظ يعني إحنا نقول أحفظ 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 طيب أنا ودي أصير مكانك وأعرف أشياء اللي تواجهك وتخليك منك توقف الحفظ كثير من الناس يبدأ الحفظ لكن ما يكمل ليش ما يكمل ما يكمل من ضمنها الأحيان مثل ما قلت قبله شوي اللي هي طريقة الحفظ أحيان تكون خاطئة طريقة الحفظ المخاطئة ترى إذا ما كنت تكرر زين بعد سبوع ستحبط جدا بأنك تشوف أنك ما حفظت شي ما مسكت شي تكرر عشر مرات خمسة عشر مرة ما تسوي شي فتقول أنا حفظ ضعيف لا يا حبيبي حفظك مض ضعيف أنت ذكرتك ما شاء الله ممتازة وحفظك ممتاز لكن مشكلتك في طريقة الحفظ طريقة الحفظ وعندك فيها مشكلة مثل ما قلت قبل شوي كرر تكرار طويل جدا في نقطة مهمة قبل أن أنساها بس لازم القرآن تعرضه على أحد لازم على الأقل اقروا ارسل الأحد يعني يسمع لك وقل له قراءة صحيحة ولا لا لأن القرآن يأخذ بالتلقي أحيانا تشوف أنك لا أعرف أقرأ وعرف لا للقرآن يختلف القرآن يجب أنك تقرأه وتسمعه من شخص متقن حتى لا تحفظ خطأا إذا حفظت خطأ ترى تبلش بالتصحيح بتتعب يعني فمن البداية اقرأ قراءة صحيحة اعرض القرآن على أحد يكون يعني متقن وجيد بحيث أن يقولك خلاص يعني قراتك صحيح يا الله أبي دعفر واسمه أيضا من قارئ متقن أي قارئ إذا 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 كنت تكرر تكرار كثير و يعني حفظ بالطريقة اللي قلتها قبل شوي يبيجيك شيء بعد السبوع عكس ما كنت تعانيه من ناحية الإحباط يبيجيك شيء يشجعك ستكتشف إن حفظك قوي وممتاز وهذا يشجعك نتكمل تقول ناشاء الله الحمد لله مريزين طيب وستستمر وتواصل وتزيد من المقدر أيضا يمكن تجيك فترات يعني بعد السبوعين ثالث سابيع شهر يمكن تنشغل يمكن يعني الواحد يجيه طبيعي ترى إنسان يعني وبشر تجيه فترات يسمونها فتور الفتور إيش إنك تمل شوي تقول يا أخي مليتش يعني ودي أغير أحس صعب علي هو مو صعب عليك لكن طبيعة النفس النفس لها يقبال وإدبار هذا طبيعة النفس يعني وشي الحل؟ الحل التعامل معها مثل ما يتعامل معاوية رضي الله عنه تعالى بإشارته المشهورة القصة المشهورة يعني يعني قالوا كيف تسوس الناس قال بي عندي شعرة يعني إذا الناس شدوا أنا أرخي إذا الناس ارتخوا وشايفوا أنه موضوع يعني سهلات أنا شد عليهم أحزم عليهم حتى يعرفون فيه حاكم يعني ما يرضى الله عنه فأنت إذا مع النفس تعامل معها بالطريقة هذه إذا النفس تراخت تعبت إذا فترات وتعبت أنت يعني أعطها مجال شوي أعطها مجال شوي بس لا تتوقف يعني مثلا أنت كنت تحفظ مثلا وجهين وتراجع مثلا جوز كامل إذا حسيت أنه فيه فتور شوي سبوع سبوعين قل خلاص ما فيه مشكلة الحفظ نوقف الحفظ شوي نركز على المراجعة المراجعة لا تحتاج جهد مثلا الحفظ لأنها مراجعة شيء أصلا محفوظ وموجود تمر سبوع سبوعين أنت جالس تعالج النفس أنك أو شيء خفاف تبضغط عليها بنفس الوقت جالس تعالج هالفتور هذا بأنك يعني تزيد من بيئة القرآن شوي تحاول تفكر في أنه أنت تعمل شيئا كبيرا يعني ليس شيئا عاديا ويعني تقرى في موضوع أهمية القرآن وعظم شأن هذا الحفظ وأنك تقرى وتحفظ كلام الله تعالى كلام الله تعالى ما فيه كلام لله تعالى غير محرف للقرآن توراة والإنجيل كل هذه محرفة ما فيه يعني لكن أنت تحفظ قرآن كتاب الله تعالى الذي حفظه ومن 1400 وكم 44 سنة الآن فأن تحفظ هذا الكتاب يعني سبحان الله على كل حال الفتور تعمل معه بطريقة هذه إذا حسيت نفسك أقبلت شوي أقبلت مثل مواسم مثلا رمضان ولا فحسيت أنه الآن في عندك قد إقبال الحفظ والبيئة اللي حولك تشجعك وروح بين قوسين أدعس امشي لأن النفس هذه تمشي معك فحاول تكثر حاول تعطيها أكثر أيوة كل ما أعطتك تعطيها ترى يعني هي دورة لما تزيد هي تمشي معك إذا صدت يعني راعي راعي فيها هذا الشيء هي مسائسة للنفس يعني ولذلك يقول الشاعر والنفس كالطفل ان تهمله وشب على حب الرضائي وان تفطف وين فطمي فهي مثل الطفل يعني تسائسها وتراعيها وتمشي معك طيب هل يشترط أنك تتقن حفظ القرآن هو هدف الواحد وده يتقن لكن مثل ما قلت قبله شوي اجعل هدفك أعلى من هذا يعني أعلى من هذا كيف لا يكون هدفك فقط أنك يا تتقن يا صفر طيب إذا ما حصل أنك تتقنت الحمد لله أنت في خير تراك حفظ القرآن مشروع حفظ القرآن ما في خسارة أبدا 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 مهما كان الوقت الذي أنت فيه فأنت في خير ما في والله شيء تقول من الله ضيعت وقتي وبعدين المشروع ما نجح من قالك المشروع ما نجح مجرد بقائك مع القرآن في كل يوم حتى لو جلست إلى عمرك ثمانين سنة وأنت كل يوم تحاول تحفظ يا خنجارس مع القرآن مع كلام الله تعالى ويؤثر فيك ترى يؤثر فيك ويؤثر فيك حتى لو ما كنت وصلت إلى مرحلة الإتقان جيد ومطلب أنك تصل لمرحلة الإتقان لكن أنا أقصر أنه لا تبتأس لا تتضايق أنك موصلت لمرحلة هذه لو كان حفظك ضعيفا فيها يعني وإن كان الأصل أن الواحد إذا كان عاش مع القرآن وكان يحفظ كل يوم واتبع الطرق الصحيحة فيصل لمرحلة الإتقان يصل إليها والناس بالنهاية ترى يتفوتون عادة في أشياء يعني الإتقان اللي هو بيا 99 ولا 93 ولا 95 بس بالنهاية كلهم أقدرهم ممتاز يعني حفظهم جيد يعني من نفسك عشان تخليك يعني تخدرك وما تحفظ كيف يعني تيجي نفسك تقول لك ترى الحفظ الصغار أنت خلاص انشغلت الحين أنت فاضي وأنت كم عمرك لو أنت عمرك مثلا 15 سنة ولا 16 سنة ولا 10 سنوات صح تقدر تحفظ إذا صار عمرك 20 مثلا إذا عمرك 25 قالت نفسك لا يا أخي أنت 25 لو عمرك 20 تقدر إذا صار عمرك 30 تقول لك لا 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 لعمرك 70 ممكن تحفظ هي النفس ما تبيك تحفظ النفس والهواء والشيطان والأشياء اللي ضدك هذه النفس الأمارة بالسوء لذلك القرآن ما في عمر محدد له للحفظ صح في عمر مفضل كل ما كان الواحد يحفظ في سن مبكرة فهو أفضل له وهذا اللي يجيب لك عن السؤال الثاني هل هو حفظ ولا فهم أصلا ما في تعارض بينهم يعني يا تحفظ يتفهم احفظ وفهم كلها الصغير ما عنده قدرات عقلية مثل الكبير ولذلك حاول تستغل قدرته المبهرة في الحفظ فإنك خليه يحفظ بعدين يفهم ما عندك مشكلة تقوله لا تحفظ لازم عشرائيات عشرائيات الكبار الصغار ما يستوعبون الشيء هذا خلو يحفظ الآن ويؤثر فيها القرآن ثم يسترجع ما حفظ إذا كبر ويبدأ يفهم ويقرأ في التفسير ويؤثر فيها التأثير هذا لذلك يعني أنا أتمنى أتمنى من كل عائلة من كل عائلة يا رزقهم الله بأولاد أن يكون أول همهم تحفيظوا أبنائهم القرآن أول شيء ترى تأثيره فيه شيء كبير جدا ما تستوعبه يعني إذا حفظت القرآن بعدين كبر وقلت الله ما شوف التأثير ما شوف التأثير لو ما حفظ القرآن شوف الفرق بينه على الأقل خلو يحفظ ما استطاع ما تيسر القرآن خلو يحفظ 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 تقول ما يأثر فيه يأثر فيه يأثر فيه قد يكون بعد 30 و40 سنة ترى ما تتخيل مو بلازم يأثر فيه خلال 10 سنوات و15 سنة لكن يؤثر فيه لذلك هي أولوية لازم يكون حفظ القرآن للصغار إذا كبر الواحد لا تفوت يوما في أنك ما تحفظ القرآن ما في عمر معين ما في عمر معين لحفظ القرآن طيب أنا ودي أذكر النقطة الأخيرة بس لإني حسني طولت على المداخلات والله يا شيخ عبد الله أنت اليوم الغرامات جاسة تزيد عليك تنتهي و بعدين أبلغ بالغرامات اللي عليك تفضل طيب بس النقطة الأخيرة أنه كثيرا ما يقول الكبار بالذات ما عندي وقت ودي أحفظ والله أتمنى وما شاء الله عليكم أنتم تحفظ القرآن لكن أخي ما عندي وقت كلمة ما عندي وقت هي أو الجملة هذه جملة خاطئة أصلا الكلمة الصحيحة هي القرآن يعني هي توجع لكن هذه الحقيقة مو ما عندي وقت القرآن ليس من أولوياتي كيف الحين لو قلت لك والله يا فلان أنا ودي ودي قابلك نطلعنوا إياك اليوم اليوم قضاء بكرة ودي أنا أشوفك العاصر قلت والله أنا مشغول وما أقدر أنت فعليا عندك عمل قد يكون عملك هذا أنك تبتجلس بالحالك بمعنى أنك أنت تقول لي يعني لو فسرت لي تبتقول لي أنه أنا بقائي وحدي أحب إلي من أني أشوفك إذن مسألة أولويات والدريع لهذا لو لو شخصية مهمة وكبيرة جاءك اتصال منهم وقالوا لك إنه من قابلك بكرة العصر يتغير بالفضل أي تكون شغالة كلها تلتغي وأبدا فاضي أنا شهر فاضي أصلا ما عندي شيء أنا أدور شغال لذلك المسألة مسألة وتولويات فعليا يعني ليه مسألة عندي كوكت أو ما عندي كوكت في ناس يقول لا فعلا ترى أنا حريص وودي لكن مثلا أنا دعي أدرس يقول عندي دراسة وعندي عمل مثلا أيضا مع الدراسة وودي أحفظ القرآن ودراسة أنا صعبة يعني فيه بعض الشباب الرسول اللي يقول الكلام هذا أعيد وأقول أولويات وش الأولوية عندك وبنفس الوقت أقول لمن رتب وقته واللي يستطيع رتب وقته كثير من الناس مشكلتهم ليست في الوقت وإنما في إدارة الوقت تجد يعني مسألة بسيطة دراسة أحلى جدا يعني شوف يومك يومك الطبيعي العادي من يوم تصحى إلى يوم تنام وش قاعد تسوي بالضبط حاول تستقعد لنفسك وش قاعد تسوي بالضبط ستجد أنه في وقت طويل جدا ضايع في أشياء كثيرة تسويها عادي أنك تتركها ولن تتأثر حياتك هنا أرجع أقول لك ما قلت لك قبل قليل أولويات هل فعلا عملك أو دراستك تأخذ منك فعلا 16 ساعة إذا قلنا 8 ساعات الباقي للنوم 16 ساعة فعلا يعني من وقتك كاملة بدون أي 5 دقائق أو 10 دقائق الواقع يعني إلا إذا كنت عاد مرة عاد يعني أنت استثناء من البشرية كلهم هذا موضوع ثاني يعني يعني على الأقل أخي وانت رايح بالسيارة بدل ما تسمع لك أشياء أنت على مزاجك اسمع لك قرآن شيء تحفظ يعني خلو يكرر وانت مشوارك نص ساعة هذه خلو يكرر على إذنك عشرين مرة جرس تحفظ ترى جرس تحفظ إذا هي مسألة أولويات ومسألة إدارة وقت فقط طيب بقي دقيقتين وأكمل ساعة هنا فأكثر من كده ما أقدر يعني أنا أعتدد منكم طولت عليكم بس عشان الغرامات والله الغرامات فقيلة فقيلة لا خلاص ما باقي شيء دقيقتين انت جيت دقيقتين بدلي فانت كفل ساعة على كل حال شيخ عبدالله مر استمتعنا وأنا شخصيا تعلمت وأنا أول شيء عندي أربعة أو خمس نقاط النقطة الأولى شكرا لك ولقبول دعوة آيات كظيف عندنا ممتنين لك وأيضا شكر خاص جدا جدا لما يقاب ألف ومثين نسأل مجمعها في المساحة ممتنين لوجودكم ويا رب دائما كنت حسن ظنكم ومثل ما ذكرت لكم في السابق ياريت إذا حبين نستضيف شخصيات في بالكم حبين نستضيف المواضيع ترسلوا لي على الخاص أو على حساب آيات في الخاص وأيضا شرفونا بمتابعة المضيف طبعا الآيات هي وقف متخصص في تنكين القرآن الكريم فأنتظر تفاعلكم هذه أول نقطة النقطة الثانية أو النقطة الثالثة بعد ما أخذت الإذن من إدارة آيات في غرامة للشيخ عبدالله المفروض المساحة باقي عليها أقل من ستين ثانية فبعد إذنك الشيخ عبدالله نمدد عشرين عشرين دقيقة أو خمسة وعشرين دقيقة كحد أقصى عندي تساؤلات جاتمية على الفاص وفي تساؤلات على التغريدة ونحاول ناخذ المايكات بقدر المستطاع طبعا أنا بطرح التساؤل لأن التساؤلات كثيرة فيريت الإجابة من قبلك تكون مختصرة جدا وإذا أخذنا مايكات تكون التساؤلات حول المحاور التي تفضل فيها الشيخ عبدالله في أقل من نصف دقيقة عشان نأخذ أكبر عدد ممكن من المداخلات السؤال الأول الشيخ عبدالله شخص كتب يقول طيب اللي حفظه ضاع وش يسوي بالضبط حرفا هذا اللي كتب ودي تعطيه توجيهك أخوك يسألك هذا السؤال حفظك ضاع هل أنت شعر بأن اللي ضاع منك شيء ثمين والشيء عادي شيء في الدنيا أي شيء ضاع عليك ضاع عليك جوال مثلا وأنت رايح مكان موين هل تخليت خلاص راحشك ولا الله ولا ترجع الدولة تبدو لكل الجهود حسب أنت نظرتك لهذا الأمر أنه شيء ثمين جدا ولا ممثمين الإشكالية بتصير عندك يمكن موضوع الإحباط النفسي اللي يجيك لما تحاول تسترجع لضاع هذا انس موضوع أنك كنت حافظ انس خلاص تعامل مع الأمر من اليوم على ما هو عليه حسب محفوظك الحالي يعني غالباً ستجد أنه فيه باقي آثار والحمد لله خلاص ابدأ من اليوم مثل ما قلت لا تنظر الوراء أبدا سم ما أحبط عشان قلت لي أنت يختصر بالأكس ممتاز جدا أنا بديت أحفظ صورة البقرة حاسة بتعب فضيع وإحباط كل ما جيت أحفظ يجيني النوع يوصل أني أنام أكثر من 12 ساعة بالذات من لحظة البداية ما الحل الرغم أني أقرأها يومياً والله هذي يمكن حقين الرقي يفتون أنا ما أعرف فيها ولكن أذكر واحد من المتخصين بالتركيز والتشتت يقول من علامات الواحد أنه يكون عنده تشتت في ذهني وفي مشكلة بالتركيز عنده إذا جاي أقرأ هنام لكن توقع يمكن لو راجعت في الموضوع الرقي أفضل يعني أنا ما نتخصص فيها جميل جداً جميل جداً شكراً هل التفسير هذا التساؤل من أخونا محمد يساعد على الحفظ أيو جميل هذه نقطة مهمة جداً بالنسبة لأ أنا قلت قبله شوية الصغار والكبار في فرق بينهم الصغار ركز على تحفيظهم الكبار طريقة الصحابة ممتازة يعني أذكر واحد من الأصدقاء رجل دكتور يعني وكبير يحفظ لكن بهدو يقول من البقرة وأحفظ على طريقة الصحابة عشر آيات يحفظ على تفسيرها ويعرف معانيها ويمشي فيها شوي شوي هذه الطريقة الصحيحة أصلاً يعني وهي طبعاً تعين بشكل كبير جداً ونا مثل ما قلت مثل ما قلت قبله شوي القرآن ما في حد معين يلا الله اللي حق بسرع الحين خلص عندك حد عندك اختبار تفرط في المراجعة حفظت شيء يستمر معك كل يوم تراجع شيء عبد الله أنا كان شعرت اليوم إن كانت توصل رسالة لا تستعجلوا على حفظ القرآن طبعاً شعرت في أكثر من نقطة أحسنت في ناس يحط عنده هدف مثلاً يقول أنا خلاص حفظ القرآن خلال أربعة أشهر لازم مكثف مكثف يساعدك إذا كنت أنت متحمس وفعلاً يساعدك في موضوع الانطلاقة الانطلاقة نعم معك يعطيك مثل مثل ما تقول تجهيز سريع لكن لا يمكن أنك تصل إلى مرحلة الاتقام بالطريقة هذه إنسى كل الحفاظ المتقنين ما يمكن يحفظهم بالطريقة هذه يعني بالمدة هذه كلهم جلسوا سنوات ترى ومن أنت ملحوق يعني بين قوسين الموضوع ترى العمر معك الحمد لله يعني وأنت يعني في كل يوم تعيش مع القرآن في خير كبير كبير لا تقارن القرآن بأي شيء آخر أبدا هذا كلام الله تعالى جميل جدا تساؤل من هل ختمة القرآن الأولى لابد أن تكون متقنة وهل من الممكن لو سألت عن بعض الآيات سئلت عن بعض الآيات ما أعرف أجاوب هذا الأمر يعرقني لأن الآن تبقى لي تسع أجزاء وأحس بعض السور متفلتها مني كثير من الناس كنتم مثل ما قلت قبل شوي مشكلة كثيرة من الناس نفسية لا تحبطك نفسك أنت امشي في طريق ولا تتلفت ولا تحبط أنت ماشي الطريق هذه إذا مشيت عليه لابد أن تصل إذا كنت ماشي في طريق المراجعة المستمرة والحفظ الجيد فأنت في أول ختمة وثانية ختمة وثالث ختمة طبيعية تصير عندك المشاكل هذه فكر بعد عشر سنوات أنا ما أتكلم عشرين ثلاثة شهور العمر الحمد لله يعني فكر فيه على أنه عندك الآن مثلا عمرك الآن ثلاثين سنة قل من المتقن إلا أصل مرحلة إلا عمري ثلاثين سنة أنت تشوف الناس المتقنة هذه لو تشوف طريقة بداياتهم الأشهر اللي أحفظ فيها كده يعني أو حتى سنواتهم الأولى تجد أنهم عانوا كثيرا يعني لذلك لا تستعجل لا تحبط انتبه جميل جدا هذه لفتة جاتني من أخت كريمة على الفاس ذكرهم أن نستعين بالله ونكثر من الدعاء بأن الله يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأن يحبب إلينا قراءة القرآن الكريم هذه أيضا لفتة جاتني على الفاس إذا عندك تنوير حولها لا أرقط أنه القرآن مثل ما قلت قبله شوي أنه أصدفاء وتوفيق يعني واللي يبي يعني القرآن في صدره مع مثلا ما أقول بقائه وإنما هو تفريط في المعاصي ولا في الصلاة ولا في لا ترى كلام الله تعالى يعني مثل ما قلت وإنه لكتاب عزيز ما معنى كتاب عزيز عزيز يعني كبير يعني لو مثلا أنت في عازم واحد في مجلس وشخصية كبيرة وجلس عندك وقلت له تفضل ومشيت وخليته هذا ما يجلس عندك ولا ثانية بيمشي وخليك وقضي أيضا لكن أنت بتجلس طول الوقت وجهك قدامه يعني ما تبيه روح هذه نفس الفكرة كتاب عزيز أن تكرمه حتى يكرمك تعزه حتى يعزك تستعين بالله تعالى طبعا والدعاء المستمر دائما أن الله تعالى يفتح عليك ويسددك ويفك لأن المسألة لأن الحفظ القرآن ليس أمرا دنيويا ليس أمرا دنيويا فقط تنجزه وتنتهي هذا تكريم من الله تعالى جميل التساؤل هو غير واضح بالنسبة لي لكن أطرحه بشكل شاركنا فيه ليش غالبا الحفظ القديم يكون فيه لحنجلي رغم أنه وقت الحفظ سابقا ما يكون فيه أخطاء وكيف نتخلص من هذه الأخطاء أكيد واضح لك السؤال يعني حفظ القديم يمكن أنه أصلا كان حقا محفوظ على خطأ وهذا الإشكالي اللي قلت قبله شوي لازم تحفظ تقرأ على أحد تعرض القرآن على المقدار اللي بتحفظه على أحد متقن أو حافظ حتى ما تحفظ خطأا إذا حفظت خطأا تتعب في موضوع التصحيح فيما بعد تحاولت مثل اللي بناء بناء خاطئ فيه بشكال هندسي لازم يهدم البناء كامل ثم يبنيهم جديد يعني في بعض الحالات ما تستطيع أنك لكن لو كان أساسه أصلا صحيح وباني بطريقة صحيح خلاص يستمر البناء ممتاز وأنا أذكر في إحدى المحاور السابقة التي تفضلت فيها شيخ حد الله ذكرت أن دائما مراجعاتنا تكون مع أشخاص متقنين لقراءة القرآن الكريم بحيث أنه إذا كان فيه أخطاء تصحح ويكون للبناء سليم جميل هناك تساؤل ما علاج الفتور في حفظ القرآن والأفضل كم وجه أحفظ في اليوم تفضل طبعا النقطة التي تكلمنا عنها قبل شوي لكن النقطة الثانية يمكن كم وجه تحفظ كل واحد يختلف يعني الناس يختلفون لكن أهم شيء في البداية لا تكلف على نفسك فوق ما تطيق وكل واحد يعني له قدرته الأهم عندي ليس المقدار الأهم عندي الاتقان أنك تكرر تكرارا حتى تمل وتتعب وتقول خلاص أنا حافظ هنا أقول لك لا الذهن لازم تلح عليه ألح عليه إلحاح الطفل الذهن حتى يقتنع بالنهاية يقول لك خلاص خلاص طيب اقتنعت أبن قل هذا المحفوظ إلى الذاكرة طبرة المدائن مثل ما قلت لك رشول هيردسك يعني فتحتاج إلى وقت طويل المقدار مثل ما قلت هو يزيد مع الوقت وكل شخص يختلف عن غيره بعض الناس يعني حفظوها سهل يقدر يحفظوا مثلا وجه وجههين في اليوم بعض الناس يعاني يعني والدورات حقات الحفظ هذه تجد فيه كثير من الناس يستطيع فعلا يأخذ خمسة أوجوب بسهولة لكن الكلام على المحافظة عليها لأنه التكرار عندي أهم المقدار جميل جميل تساؤل طرق ضبط المتشابهة دكتور جميل 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 سؤال مهم قبل شوية أنت بتكلم عنه لكن قلت يعني لكن على كل حال ضبط المتشابه فيه ممكن يعني وسيلتها الوسيلة الأولى التكرار مثل ما قلت التكرار 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 بالسماع وبالقراءة هذا يضبط لك المتشابه بحيث أنك أصلا ما تفكر منه متشابه من كثرة ما أن تكرر يعني وخاصة إذا كان إذا كان المقدار المراجعة كثير يعني طويل كثيرا بما أنك مثلا تراجع خمسة أجزاء باليوم خلاصا تمر على متشابه أصلا مثلا في سورة بقرة ويدخلنا دخل هذه القرية وفي سورة العراف مثلا فالمقدارين هذول طبعا ما بينهم خمسة أجزاء لكن على كل حال المثال فالمتشابهين أو المتشابهتين هاتين الأتيين المتشابهتين تقرأها في اليوم فلذلك ما يكون صعب عليك إذا كنت تقرأها مثلا كل أسبوع نفس المتشابه هذا أو نفس الأنفس اللايتين المتشابهات هذه لأنك كررت كثيرا والأمر الآخر وهو مهم أيضا اضبط المتشابه بنفسك بمعنى أنك أنت الآن حاول تستمتع وأن تحفر حاول تستمتع افتح المصحف لا تقرأ من التطبيقات هذه ما تساعدك أنا أذكر يعني في بداية حفظي كان عندي المصحف أفتح كذا أفتح المصحف في المتشابه حاول تذكر وش المتشابهات مثلا في قصة مثلا موسى وفرعون في العراف في الشعراء في طه فقال فرعون وآمنتم به قال آمنتم له قال آمنتم له في يعني فأشوف أنا بنفسي وأحاول أربط بالصورة وأحاول اكتبت أني قاعدة طلع قواعد من عندي أحيانا قواعد غير منطقية لكنها قاعدة بالنهاية يعني حتى ما تشرح أحيانا بس هي كده جدت خلاص هي جدت أحيانا تربط مثلا بصورة أماني تربط مثلا بصورة طفل عندي خلاص ربطت صورة الطفل هو بحرفها كذا أشياء غير منطقية مثلا ما قلت قبل شوي وفي أمور أيضا لا قواعد منطقية فيها كتب يعني مثلا أنا دائما نصح بكتاب الضبط بالتقعيد اللي بديكتور فوزي لحنين كتاب مختصر وصغير وميزة أنه يعطيك قواعد يعطيك قواعد يقول لك يتساعدك مثلا يقول لك قاعدة مثلا الأحرف الأبجدية فيقول لك مثلا أن الباء مثلا قبل الفاء هذه الأحرف الأبجدية ولذلك سورة البقرة قبل سورة العراف الآية المتشابهة في سورة البقرة تكون بالباء بعض المثال تطبيقة الآن على بعض الآيات حتى تكون أوضح يعني مثلا في الموضوع تعريف والتنكير مثلا في سورة الحجر الله تعالى يخاطب يبليس فيقول وإن عليك اللعنة إلي يوم الدين وفي سورة صاد الله تعالى يخاطب يبليس فيقول وإن عليك لعنتي ليش هنا قال لعنتي او كيف تبرق بينهن متشابها في موضوع لعنتي أو اللعنة الحجر الحجر معرفة إذا كانت معرفة في السورة فعرفها في الكلمة الحجر اللعنة في صاد صاد ما في ألف لام إذن ما في ألف لام أيضا في لعنة فتكون لعنتي ما تكون اللعنة هذا مثال يعني موضوع متشابه فيعتيك القواعد هذه متريحك ومثل ما قلت التكرار والتأمل التأمل طور النظر إدامة النظر والمصحف افتح المصحف بيدك وشف إلمس الصفحات كده الصفح المتشابه للموضوع الأول موضوع الثاني موضوع الثالث وحاول أنك تستمتع بهذا التفريق نعم جميل جدا الشيخ عبدالله هذا تساؤل مكرر بطريقة رهيبة أنت على الخاص لما نأحفظ نبدأ من سورة البقرة إلى آخر القرآن يعني البداية طيب دائما أي جميل دائما البداية طبعا لو تشوف الطريقة المدرسية يعني في التعليم معروفة دائما يبدأ بالأسهل أو بالقصار التي تشعرك بالإنجاز لما تقول حفظت صورة كاملة صورة الإخلاص مثلا ممثل لما تقول حفظت آيتين من البقرة فالإنجاز بالسورة كذا سورة كذا يعني نذكر أبناء أخوي الصغير عفوا الأبناء الصغار الأخوي الكبير يعني دائما كل ما شفتهم تدري وين وصلت تدري وين وصلت تدري وين وصلت هذه تعطيهم إحساس بالإنجاز أني خلصت الصورة هذه ووصلت الصورة اللي بعدها ووصلت الصورة اللي بعدها فهو حاسب أنه قاعد ينجس يخلص صور 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 لكن أنا كان عند تجربة يعني وأنا صغير في أول ابتداء الوالد حفظنا صورة البقرة كان عنده مشروع أنا وأخي فكنت حافظ بقطة جزعة ما يمكن ففي فترة الإجازة حطرنا جدول وجدول فيه يعني جميل ترفيه وتعليمي كل شيء الجدول هذا يقوم على حفظ صورة البقرة في الإجازة وحفظة البقرة اللي حصل أنه أثناء الإجازة الصيفية هذا يوم كانت إجازة الصيفية رحمه الله يعني حفظت صورة البقرة كاملة ما يعني ما تتصور كيف شعوري وقتها وأنا في أول ابتدائي لسه ناجح إلى ثاني والوقت يعني والجو المحيط ووقتها ما كان في ناس يحفظون أن البقرة وهم صغار مثلي يعني فكنت حاس بالإنجاز وأنه حفظت البقرة كل ما بعدها ولا شيء حافظة البقرة أبعجز عن مثلا سورة مثلا الملك ولا سورة الطلاق وبعدها يعني البقرة حافظها حفظ جيد يعني فهو لها فائدة هذه من جانب وهذه من جانب لكن المعروف أنه تبدأ برقصار طبعا والأهم أنك ماتت شدت مسكت طريقة معينة لا تغير خلاص امشي بالطريقة هذه نعم جميل جدا أنا بنتقل على التغريدة وبحاول مرة ثانية أرجع على الخاص لأنني ختمت كل الأسئلة اللي جاتني على الخاص لكن في بعضها أبطرحها مرة ثانية في تساؤل يعني أنا متردد في طرحه صراحة لكنه أيضا جاء الخاص ومجد في التغريدة عن أهمية وجوب حفظ القرآن الكريم هل هو واجب حفظ القرآن لماذا نحفظ القرآن هل مطلوب الحفظ ولا القراءة والتفسير والعمل أنا نصاعد كلامة عنه مدى يمكن أدري مدى ترحيلها حنا بدأنا لكن في أشخاص شرفونه في منتصف المساحة فبالتالي هذا التساؤل جاقب تقريبا 10 دقار السؤال جميل السؤال هذا ترى يتكرر كثيرا وأنا أشوف طبعا السؤال جميل وكويس أنك ترحت ليني كنت وتتكلم عنها قبل ونسيت السؤال هذا غالبا هو حيلة نفسية من الإنسان لنفسه حتى يخدرها على الحفظ ليش؟ لو دخلت يعني إلى أعماق نفس الإنسان هو يبحث لنفسه عن معاذير حتى ما يشعر بالتقصير ما يشعر بالضمير أنه ما حفظ أنا ما أقول لك تحفظ القرآن واجب على كل شخص ولكن لما لما الواحد يقول نفسه يعني أن الحفظ هذا أصلا مقصود هم شيء العمل وهم شيء هم شيء العمل ما قال الشيء صحيح فيزحت في الحفظ ولذلك يقال من أمل شيئا من قصر عن شيء عابه يعني اللي ما يستطيع الشيء يعيبه ويقول لا مهم مهم هذا أصلا ما يحتاج يعني حتى ما يشعر بالألم يعني من نتيجة أنه فاته الزمن هو بنظره يعني وأنه ما حفظ فغالبا السؤال هذا السؤال يعني غير حقيقي لا يراد لحقيقته وإن كان يراد لحقيقته فالجواب عنه سهل يعني وواضح يعني وموجود في كل حال يعني جميل جميل طيب إذا تسمح لي ناخذ قسط الآن الشيخ عبدالله إلى ما أرتب بعض التساؤلات الموجودة للتغريدة التنويه المتبقي على المساحة عشر دقائق اللي برفحهم قسط تساؤل فقط يعني التساؤل عادة في عشر ثواني يطرح شفتوا أسئلتي كيف سريعة سؤالي ما كان يزيد عن خمس ثواني يا شيخ عبدالله وهذا مو يعني عدم تقدير لكم بالعكس أنا مقدركم لكن حفاظا على المساحة يعني لا أنا أنا مقصدي للأشخاص اللي برفحهم فقط عشان ناخذ أكبر عدد ممكن لأن تقريبا عندي عشرين طلب مايك طيب نبدأ من أول شخص طلب القسط عندي أحمد العمري تفضل الله يساعدكم متشرفين بوجودكم وشرفنا إذا متابعتكم لحساب آيات المضيف إن شاء الله دائما نقدم لكم معتوراقي ورسلوه على الخاصة وعلى حساب آيات بعض الشخصيات اللي حبين نستضيفه نتشرف به أخي حمد موجود معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بارح الله جميعا الله يأخذك حمد إزاكم خير جميعا آمين تساري تساري يا شيخ عبد الله أنا يعني من فترة طويلة مخصص لي تقريبا ساعة واحدة في اليوم من الحفظ ويعني يوميا وجه بحد أقصى يعني بحيث أني أحفظه بأتقان يوميا وصار لي فترة طويلة وما أنا قادرة يعني أعدي الحاجز هذا أني أحفظ أكثر من وجه بارك الله طيب طيب ما في مشكلة أهم شيء المراجعة مدامك مستمر على الوجه هذا وأمورك ماشية على الأقل مستمر يعني إيه الحمد لله الحمد لله الله أدوم وهو إن قل ما في مشكلة لكن ما في هي ما هي مثل المهار أن تتطور من هالوقت أو أنها أم إلا إلا ممكن لكنه مثل ما قلت الناس ما يتساون في هذا والواحد حين أني يكون عنده يعني حتى بالوقت ما تقدر تزيد أنت عشان تقول أقدر ويختلفون مثل ما قلتك الناس في العمر حتى الصغير يكون أفضل يعني أسهل في موضوع التطوير هذا والناس يختلفون مهب واحد يعني في التطوير لكن أنت ما أدامك ما يشي أمورك زينا لا تخاف سهلاك الله خير بارك الله فيكم الله يحب شكرا جزيلا أحمد عندنا عبدالجبار في أقل من نصف دقيقة الله يحفظك سؤالك أنا الشيخ صابر دخل فأنا الحين لازم أسكت ما أقدر تكلم والله نتشرف به بالجميع والله شيخ عبدالله وحي الله الشيخ صابر ياهلا وسهلا طيب في أشكاليات عند البعض في الرفاء طيب عبدالجبار حبيبي سلام عليكم سهلا الله مساءكم بس سؤالي سريع الخرائط الذهنية لحفظ صورة البطرة هل هي مجربة وتنصحوا فيها هذا سؤالي شكرا لكم هذا يجيبك ممكن من جربها أنا ما أدري ما جربتها سراحة شكرا جزيلا عبدالجبار شكرا شيخ عبدالله أستاذ إيمان في نصف دقيقة الله يحفظك حول محور المساحة إيمان بعدها الدكتور محمد والأستاذ ياسر أستاذ إيمان تفضلي سؤالك في نصف دقيقة الله يحفظك السلام عليكم طيب شيخنا جزاكم أخيرا كنت أريد أن أسعى عن فكرة أنه حسب ما أنا يعني فهمته من العلماء أن الأهم في القرآن هو تدبره والعمل به والتأثر به وهكذا يعني وهذا ليس تقريب من أهمية الحفظ يعني لكني أنا شخصيا يعني بعد التجربة أعطي القرآن الأولوية من ناحية الفهم والعمل والتفسير والتدبر وأحفظ يعني الحمد لله لكن يعني الحفظ ليس هو أهم مثلا عندي من التدبر أو التفسير فهل هذا الشيء صحيح أم كيف يعني مازل بين الموضوعين جميل طبعا هو أصلا ما في تعارف بينهم حتى يقدم هذا على هذا أصلا ما في تعارف لكن لماذا أدعو إلى عدم التهوين من مسألة الحفظ وأنا ما أقول أنك تقصد التهوين وإنما إذا كان يعني الشخص يحمل القرآن في صدره فهو قريب إليه في كل وقت إذا كان ما يحفظ فهو عشان يتدبر ويفهم المعاني ويرجع إلى التفسير في يجب أنه هو لازم يرجع في كل مرة لازم يفتح المصحف قد ما يتيسر له يفتح المصحف لكن الحافظ ميزته أحيانا وهو على فراشه يريد أن ينام وهو في مكان لا يستطيع أصلا أن يمسك شيء بيده يتدبر ويتفكر التفسير مستمر معه في كل وقت فهو معه التفسير وزيادة معه التدبر وزيادة يعني لما نقول يحفظ قرآن لا يعني أنك تحفظ تحفظ قرآن وتختصر عليه فقط وعلى ضبط التجويد هذا يعني كان أمر مقضية منتهي منه أنه مجرد مرحلة ثم بعدها تستقر إلى مرحلة الاستمرار في المراجعة والتمتع بالتدبر والفهم المعاني يشوف حتى من مشايخنا هذا عملهم هنا شكرا جزيلا عن الشيخ عبد الله وأستاذ إيمان أخونا يوسف بعد الدكتور محمد في نصف دقيقة يوسف الله يحفظك مدري يوسف موجود معنا أنا في شباب أحاول أرفحهم لكن في إشكالية هذا موجود يوسف موجود معنا تفضل سؤالك في نصف دقيقة يوسف حبيبي تفضل يوسف موجود معنا دكتور محمد تفضل وعليكم السلام تفضل يوسف وحياكم الله بالنسبة للحفظ القرآن الذي هو مثلا ما تبدأ بحفظ القرآن ذكر الشيخ عبد الله قبل شوي أنه يقول لا بد أنك مثلا تقرأ على شخص متقن وكذا تعلم دخواتنا أو حتى يعني بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ هل في خطل أو قرأ القرآن ثم بعدين صحح تلاوته وكذا إذا ما فيه لنا في الحديث أن الإنسان الذي يقرأ القرآن يكون هو عليه صعب وكذا وهذا يعني أجر فإنه يشمل أنا أتكلم عن الحفظ طبعا السؤال جميل أنا أتكلم عن الحفظ أما القراءة العادية لا موضوعها مختلف الحفظ إشكالية أنك جالس تحفظه ترسخ ما تحفظه في ذهنك فإذا كان المحفوظ خطأا فهي إشكال أنك تصحح بعدين تتعب ستعاني يعني ولذلك يؤكد دائما على أنك ما تحفظ إلا بعد أن تعرض المقدار هذا على أحد يقول لك خلاص أجزتك في المقدار هذا قراءتك فيه صحيحة هذا المقصود وإلا القراءة طبعا ما بالعكس يعني حينما ما يتيسر لكل أحد يعني مثل ما تفضل يتتعتعوا فيه يعني ما كنا الناس ناهر بالقراء شكرا جزيلا شيخ عبدالله أخوي يوسف دكتور محمد حول محور المساعة في نص الدقيقة دكتور محمد حياك السلام عليكم السلام عليكم مساء الخير جميع أنا الله يبارك فيكم أول شيء مساء الخير للجميع شكرا شيخ عبدالله أسأل الله أني أحفظك وأني أرحم والديكم يسمع إن شاء الله شكرا جزيلا على ما قدمت أنا والله سؤالي إن شاء الله أني أحول المحور موضوع ذاك المحور بس أني أحولها اللي هو القراءة أنا أقرأ صورة البقرة يوميا بصراحة قراءة يعني وليست حفظ يعني بس أحيانا الوقت ما يسعفني أني أتدبر فتلقاني بس أني أحاول أني أقرأ بسرعة هل في ذلك ضير يعني لا ما في ضير لكن يعني يعني هنا نقول نرجع للسؤال اللي قبل شوي نقول لا طبعا إذا كنت تقرأ نفس المقدار هذا أنت تحصل بإذن الله تعالى على ألف لام حرف ولام حرف ولام حرف لكن فرط في موضوع تدبر بشكل كبير مو بحتى تدبر لو تقرأ لو تكون قراءتك هادية حتى لو ما قرأت البقرة كل يوم ترى مو مطلوب تقرأ البقرة كل يوم يعني ما في حديث أصلا يقول لك اقرأ البقرة كل يوم ولها فضل معين البقرة نفسها لا فضل لكن قراءتها كل يوم لا أنا أعتدت عليها يا شيخ عبدالله أعتدت يعادة يعني لي فترة طويلة وما أقدر أتركها أحس أني إذا تركتها هذاك اليوم يضيق صدري صدري مرة جميل 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 معك فيها لكن أنا أقترع عليك مثلا أنك تخلي مثلا كل يوم يكون عندك مقدار معين تهدي فيه ما تقرأ بسرعة مثلا كل يوم تقول خمسة أوجه هذه بقراها بهداوة بكرة تغير الخمسة أوجه وتقرأ الخمسة أوجه اللي بعدها مثلا بهداوة والباقي مثل ما أنت بتعود تقرأ بسرعة حشان يكون عندك على الأقل المقدار معين يكون فيه هدوء وتدبر وحتى لو مثلا تجي في بالك ستجد أنه ينقضي في ذلك أشياء كثيرة ما كانت في بالك في آيات معينة سبحان الله تجيك فيه لحظتها حيانا تكون فتوح ربانية ترجع للتفسير تتأكد تشوف تنفتع عليك سبحان الله بركات القراءة السريعة ما تعطيك بدون تفكير بدون تتدبر هذا هو اللي يصير يعني نأخذ لي مثلا كم آية كذا صراحة أتدبرها بس البقية والله معلش أسرع فيها صراحة أنت في خير على كل حال يعني الله يرفع قدرك كتب الله لك الأعزر قل يا الله رحمه لديك شكرا شكرا يا حبيبي شكرا يا حسامي حبيبي حبيبي نأورتنا شكرا لك دكتور شكرا لك دكتور محمود طيب شيخ عبدالله المفروض أنا طلبت 25 دقيقة في أيضا موافقة من قبل آياتنا المدد ولكن أنت اللي تحددوا الوقت تبغان المدد خمس دقائق عشر دقائق اللي تبغى طيب شوفي شوفي عسان وقتك لأنه أنا عارف أنكت مشغول فما ودي أحرجك وعادي جدا أنا أخذت من مشايخي شيء اسمه مع القرآن لا ترفض للقرآن يطرب هذا أخذ ناح شيء متعلق بالقرآن لا تقول لا لأنه بلك حلل القرآن ولذلك أنا أحرص دائما أنه شيء متعلق بالقرآن تعليم القرآن قراءة القرآن نشر القرآن حاول دائما أني ما أرفض إلا إذا صرت صعب يعني فعلا ما أقدر لذلك يعني عيب علي أن يقول لا كم وندك المدد كم الوقت اللي ناصبه خمس دقائق عشر ربع ساعة اللي تشوفون أنتم الناس أخوان مادد يمكن هم يملون ثلاث ساعات حلوين المدد ثلاث ساعات في الدرماعة هذه طيب المدد بعد إذنك ربع ساعة لكن أنا ودي ضربات الماء تسمي تفضل طيب في نقطة بس أنا كنت أذكرها بس لو في دقيقة واحدة عشان منسها لكن هي شعور أنا أشعر به يعني ودي أوصله للناس يعني حافظ القرآن سيشعر بشي ما يشعر به غيره سبحان الله أحيانا يعني الواحد النفس لا حضور والواحد يعني بالنهاية يعني ليس ملك ويتعلق بالدنيا لكن لما مثلا أمر في مثلا أشوف لي بيت جميع مثلا يعني شيء من متاع الدنيا اللي هو متاع الحد لله يعني المباهة الجيد يجي في بالي دائما آية آية يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفحوا التفسير يقولون بفضل الله ورحمته فضل الله ورحمته الإسلام والقرآن قال الله تعالى بعدها هو خير هذا فضل الله ورحمته القرآن والإسلام خير مما يجمعون شوف مما يجمعون تجمع الدنيا كلها معك القرآن ترى خير منهم لأنهم يتمنون هذا الشيء لكن لا يجدونه وهذا يعني فالحمد لله يعني ما أقول عزاء للنفس وإنما هو يعني شعور بما بما تحمله بقيمة ما تحمله فعلا الواحد مع الوقت يمكن ما يعني ما أقول يزهد وإنما يحتاج إلى تذكير وقيمة ما يحمله سم بسم الله جميل جدا طيب من الآن شكرا على هذا التنوير الجميل من مدد ربع ساعة أيضا التساؤلات تكون يعني كل ما شفتوا دكتور محمد وكل الأشخاص اللي شاركوا معنا على طول ادخلوا بالسؤال مباشرة ياسر سؤالك مباشرة تحضل ياسر معنا متحدث السلام عليكم الله يزاكو خير جميع أنا وفع بكم القرآن يا رب سؤالي على وجاله أنا أنا أحفظ عشر جزاء من القرآن الحمد لله وأطمح للمزيد أن أختم القرآن كامل وأحفظه إن شاء الله عندي مشاكل بالنفس تقريبا مراجعة الوردي أو اللي أحفظه في اليوم ما يتجاوز الـ 18 صفحة من القرآن أو 20 صفحة لأنه عندي مشاكل النفس يقي هذا الشي هل حفظي وأنه اعتمراري على هذا الطموح أو الشغف هذا له أثر سلبي لو أنسيت القرآن يعني معدم القراءة أو المراجعة للحفظ اللي أنا حفظت بمقدار اللي أقدر عليه من القرآن عندي لك حل طيب ثاني أنا ليش تتوقف يعني ليش عندك خياري أنك توقف ولا تستمر ليش تشترط عن نفسك أصلا أنه لازم أقرأ بصوت مسموع مرتفع على الأقل حرك شفتيك بالقرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني بس بتحريك الشفتين يعني أقصد أنه كثير من الناس ترى من القراءة يراجع بطيقة هذه ما يرفع صوته حتى يعني والمقدار اللي أن تقرأه اللي تستطيعه اللي ما تشعر بالتعب فيه خليك عليه يعني اللي هو رفع الصوت والباقي كمنه يعني أقرأ ما يكون بالتمتمة لكنك تراجع لكن مسألة أنك توقف هذه شيئة من بالك مرة لا تفكر فيها أنت معك كنز حرام تفرط فيه واصل أنا ممكن طريقت أني أسمى على شيخ يعني أراجع معه كان كذا ممكن إذا يتعبك 18 واجه خلي عشرة وجه ما عندك مشكلة أهم شيء لا توقف لا توقف هذا أهم شيء هذه أهم قاعدة لا تقف أبدا حتى ترحص ما توقف هل في أثر أن الواحد أنه ينسى شيء من آيات القرآن يعني ينساها بعد فترة أسما الله يعني هل فيه سيئات تحسب عليه لا بس هو تعي مثل ما قلت كنز كان عليه فيه أحد يترويه في هذا لكن ما أظن يعني لكن يعني أصلاً أنا ما أود الواحد يفكر في الطريقة هذه أنه أنا بنسى يفترض لكنك تستمر دائماً يعني أنا سمعت آية ما أدري صحة تفسيرها كذاك أتتنا آياتك فنسيتها وكذاك اليوم تنسى هل هذا متعلق بالقرآن لا 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 هذه شوف بداية الآية يعني ما العلاقة يعني لا لا أنا أعرض عن ذكري فإنهم عيشت ونحشره هل أعرضت عن ذكر الله ونحشره من القيمة أعمى قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آيات أنتها نسيتها وكذلك اليوم تنسى المقصود نسيان وهم النسيان الحفظ لا النسيان أنك يعني أعرضت عنها الإعراف التام يعني الكفر يعني لا لا بعيد هذه ما عندك مشكلة فيها لكن أنا أصلا تفكر بالطريقة هذه أصلا أصلا لا تحطها خيار أنت الله يعني هداك إلى طريق وهداك الله تعالى الشيء ما هدى ترى ما هدى إليه كثير من الناس أنك يكون عندك تفكير في موضوع حفظ القرآن ترى هذا هذه نعمة كبيرة ترى شكرا 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 ياسر شكرا جزيلا شكرا شكرا من الخاص ما هو أقل مقدار للمراجعة في اليوم شكرا وهل إذا رجعت سورة فقط مثل الشورة أو الزخرة فقط في اليوم ويكون بطيعة في المراجعة ودي التنويها قبل أن تقل إلى أسرار تفضل البطء مثل ما قلت البطء والسرعة هذه متعلقة بالشخص نفسه ومتعلقة بمرحلاته من الحفظ هل هو توبادي ولا متقدم الشيء الطبيعي فقط اللي أنا بأكد عليه أن الواحد في بداية في مرحلة الحفظ ومن الطبيعي إنها ما تكون مراجعة أجزاء يعني تكون شوي شوي حشورة مثلا بكرة الزخرف بعدها الدخان الجاتي مثلا فيأخذها شوي شوي ثم يزيدها مع الوقت يعني الأهم أنه يزيدها مع الوقت كل شهر مثلا يكون أكثر من الشهر اللي قبله لأنها مراجعة هي من محفوظ جديد ولكن أتكلم عن مرحلة الإتقان يعني الحفظ التام إذا الواحد حفظ القرآن كاملا لا هنا لا يختلف هنا لازم يكون عندك ورد تابت يومي والورد هذا يبدع في البداية مثلا جزء ثم حتى يستقر يستقر مثلا ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء كل واحد عاد حسب يعني ما يقرر ما يشوف من نفسه أنه متقن فيه ويحفظ فيه جيد يعني ويستطيعه فهنا ما يوقف خلاص جميل جدا واضح جدا شكرا شيك عبدالله أختي أسرار في أقل من نصف دقيقة تساؤلك على عجالة فضلي أحسن الله إليك يا شيخ أنا بدأت الحفظ من التمهيدي وختمتي قبل عدة شهور لكن ما كنت أراجع لما أحفظت جديد إلا قراءة مرة ومرتين والحين لما أحاول أراجع القديم اللي أدعى ساعتها ما كنت أراجع أحس أني أحفظ من جديد ما الحل وكيف أثبت وكم عدد الأوجه المناسبة لحالتي الحل تحفظي من جديد وهذا طبيعي بس الحاجز النفسي اللي أؤثر فيك وحن نتكلم أنا ممكن الحلقة في بداية الحلقة عن الموضوع كيف تحفظ طريقة الحفظ يمكن تفيدك الوردات في التسجيل جميل شكرا يا أساد أسر هو تنويه بسيط هذه المساحة مسجلة في كثير تساؤلات موجودة طريحت من قبل الشيخ عبدالله في بدايتها فإن شاء الله بعد انتهاء المساحة تقدروا تزوروا حساب آيات تلقوها فقط كلمة تشغيل التسجيل لنفس أنوان هذه المساحة وتستمعوا لها وإن شاء الله بعد أيام بسيطة نزلها في اليوتيوب فاللي ما شرفنا بمتابعة الحساب تابعونا الله يحفظكم إن شاء الله يصلكم كل جديد عندنا شيخ عبدالله محمد عزيز وبعد مباشرة عابر سبيل تساؤلاتكم في نصف دقيقة شكرا أسرار شيخ عبدالله في شيء حاب تقوله قبل أن تقوم لا لا فضل أخوه محمد شكرا أسرار محمد عزيز السلام عليكم هذه يمكن أشرنا إليها قبل شوي يعني حتى الحفاظ سبحان الله من الأشياء الملحوظة في صلاة التراويح يمر يعني قصص كثيرة عن بعض الحفاظ إنه يشعر أحيانا وهو يقرأ يجيه كده خاطر بإعجاب بنفسه إنه حفظه قوي وكذا فمباشرة يخطئ هذه معناها إنه الشعور هذا بإنك أنت المتفضل أو إنك يعني في إعجاب بحفظك أنت وليس بفضل الله تعالى عليك هذا يؤثر في موضوع الحفظ يؤثر في موضوع الحفظ من أجل تقديمك من القرآن نعم الله تعالى فبلا شك له تأثير مثل ما ذكرته قبل شوي يعني تكلمت عن النبطة هذه تأثير المعاصي والذنوب ما هذه أشياء وتشتهي الزهن أصلا يعني ولأنك تقرأ شيء يخالفه فعلك أو يخالفه فما تشعر بالتآلف بين عملك بينما تحفظ كانت معاصي يعني سابقا من زمان تعالى من الشخص عفو الله عما سلف شكرا شكرا أخي محمد شكرا جزيلا عابر سبيل بعدك مباشرة مصطفى بعد أهل بجول عابر سبيل في نصف دقيقة تفضل عابر سبيل ما أنا اسمعك وتضبط الشبكة أخي مصطفى في نصف دقيقة مصطفى تفضل حياك الله الشيخ عبد الله بس حيث استفتار هو مجرد قناعة وحبب بيلي أنه قناعة صحيحة أو قناعة خاطئة عندي قناعة أنه أنا بالنسبة لي أنه كراءت جزء واحد من القرآن مثلا الجزء الأخي أو جزء الأول وإعادته بالنسبة لي هو بحث أنه أفضل أنه أقري مثلا أجزاء كلها لدي جزء باستمرار مثلا عندي استعداد أرى 30 مرة على أنه أقرأ الأجزاء البقية حتى يركز أكتر بعقلي فهذه قناعة خاطئة أو قناعة صحيحة وإجراء الله تقصد في الحفظ يعني أو للقراءة عموما؟ القراءة القراءة عموما وحتى من الحفظ كمان فيها من هالشي يعني حبب كلها وركة على كل حال لكن إذا كنت تقصد أنه لأجل أن تحفظ مثل ما قلنا يعني كثرة التكرار هي اللي ترسخ المحفوظ وكلما الواحد عاش مع القرآن يعني كل يوم يحفظ فهو سيكتشف في النهاية أنه يقرأ القرآن كل يوم ويقرأ القرآن كاملا وأصلا ما صار يركز على جزء دون جزء آخر يعني لأن المسألة مسألة كم تعطي من القرآن من وقتك تمام تمام شكرا 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 جزيلا أخي مصطفى تتول حول موضوع المساحة في نصف دقيقة الله أحفظك تتول سؤالي أنا من النوع اللي أحب أأم يعني والدتي عندي أخواتي أحب أصلي زي كده المغرب يعني أأم عارف بس قراءتي عيدية عادي ولا لازم بالترتيب الحمد لله أنا حافظ بعض الصور فإش رأيك شيخ ولا لأ هو طبعا الترتيب يكيد وردت لقران ترتيب لكن عاد ما في بأس حتى لو مرتلت يعني مرسل يعني يعني طيب وشي تاني إذا أنا أبغى مثلا أردت أحب يعني لما أسمع أحد زي كده بيقرأ بالترتيب أقول يا سلام نفسي زي كده أردت أسمع مين من المشايخ حسب ما تميل إليه نفسك يعني يختلفون الناس فيها لكن إذا تكلم عن الترتيب لكن أما الأداء فحاول تسمعين الأشخاص الذين ذوي الأداء العالي يعني والقراء كثير لو سمحت زي أعطيني خيرات وأقول لك والله أنا دايما أسمع المعاقلي دايما يعجبني صوت وقراءة أي أئمة الحرم كلهم يعني ما شاء الله فيهم الخير ما يحتاج يعني أئمة الحرمين طيب وحاجة تاني لو سمحت طبعا كل ليلة نقرأ هذا شيء الثالث أسدبته مو بالثالث ما عليك لو سأعفر سوال جذب كل ليلة طبعا نقرأ صورة تبارك بعد تبارك أحيانا أقرأ الواقع أحيانا في بعض الناس يقولوا استجداء أقرأوا استجداء إيش رايك يا شيخ يعني وردت فيها أثار هذه هو يعني على كل حال مثل ما قلتلي قبل شوي يعني نمر فيها واسع يعني إيه طيب جزاكم حاولي يعني حاولي تكون غراءتك أكثر يعني أقصد أكثر تنويعا أكثر تنويعا تنويعا طيب بس طبعا هو أريد في الليل صورة تبارك قبل النوم أيضا في أثر نعم طيب شكرا جزيلا جزاكم الله ألف خير شكرا الله يجبر خاطرك الله يجبر خاطرك شكرا أستاذة باتو شكرا جزيلا طيب باقي سبحان الله يا شيخ عبدالله الوقت يمشي بسرعة واش دي الربع ساعة اللي طارت والله زعمت أكثر من ثلاثين طلب مايك أكثر من تقريبا مية وخمسين رسالة فأنا أشكركم يا جماعة والله العظيم تصدق يا شيخ عبدالله أنا كنت أقول لكم ارسلوا على الخاص توقعت يجيني خمس أسئلة عشر أسئلة كما توقعت يجي أكثر من مئة سؤال وأكثر من ثلاثين طلب والله العظيم أنكم خير وبركة والله يجب خواطتكم ويوفقكم واعذروني أنا كمحاور إذا قسرت معكم أو ضغطتكم في الوقت أو أني قسرت في إدارة المساحة ولكن نيابة عن آيات عن الشيخ عبدالله أوعدكم أن نفس عنوان المساحة يفتح مرة أخرى ونطرح محاور جديدة لأن الحديث حول حفظ القرآن طويل جدا واليوم هذا قطرة في بحر هذا الموضوع لكن إن شاء الله أننا ننبيكم في مرات قادمة أنا أخذ آخر طلبين مايك أعذروني يا جماعة ذا قسرنا معكم صدقا وعندنا الله يجبر خاطرك والله يا شيخ عبدالله أنا زعلان كلهم يطلعوا يشكروك ويسلموا عليك كل اللي طلعوا لا ما شكروني ولا سلموا عليك الشيخ عبدالله ينزلوا لكن مسامحهم فقط بتولوا الدكتور محمد هم اللي لا عادي عادي أنا فخور أنا أدير مساحة بهذا النوض بهذا العنوان أستاذ محمد حبيبي تفضل أحمد الأشكر تفضل سؤالك في نصف دقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للقراءة والحف الإنسان سبحان الله وده يمر على القرآن كاملا وفي نفس الوقت يتمنى كل فرصة يجلس فيها مع القرآن لكل الحف حتى ينجز يعني فأتردد أحيانا قصر في هذه وأحيانا قصر في هذه وخاصة يعني طبعا إذا جاء رمضان الحمد لله ربي أكرمني يعني بإمامة مسجد وأحيانا أروح لصلاة الجمعة من بدري فأشوف بعض الناس ما شاء الله يجلسونه بجنبي ما شاء الله يمر على القرآن يعني خلال الجلسة هذه اللي قبل صلاة الجمعة ما شاء الله يمر ما يقارب على ثلاثة أربع خمس أجزاء ما شاء الله تبارك الله يعني يجي في نفسي غبطة لهذه للناس والدني يعني مثلهم يعني ما شاء الله يسردون القرآن سرد ما شاء الله ويمرون على يعني آيات كثيرة وسبحان الله بكل حرف الحسنات أكثر وأكثر يعني سبحان الله يكون علي مدخل أنا أنه هل أستمر والله بالحفظ أكثر ولا لا فالورد اللي هو القراءة اليومي أكثر طيب وسلام جميل كم تأخذ بالعادة بالحفظ كل وقت يعني كم تأخذ والله كنت كنت مخصص من بعد المغرب إلى العشاء هذا للحفظ خلاص والبعد الفجر اللي هو جلوس إلى الشروق نخليه للقراء أغلق في جزئين ماشاء الله بركة الحمد لله كويس تعالى خير الحمد لله خير أغلق في حفظ مع بعض الحمد لله ماشاء الله يعني الحمد لله لا تقاري نفسك تلاح كل مصر المخلق والله من بعد التنافس يعني سبحان الله بعض الناس يشجعوك للأفضل بعض الناس يدلوك هذه لا ما شاء الله يزيدك يا رب من الناس شكرا شكرا قبل أن تقل الأستاذ عابر سبيل يعني أنا أدعو الشيخ ناصر بطامي إذا وقته يسمح يشرحنا في المساحة أو في دقيقة واحدة إذا وقته سمح طبعا وإذا ما وقته سمح معذور لا شك في ذلك عابر سبيل في نصف دقيقة تساؤلك مع الشيخ عبد الله تفضل عابر سبيل هذه المرة الثانية أرفعك ويكون عندك مشكلة في الشبكة أخي متعد وعليكم السلام عابر سبيل في نصف دقيقة حبيبي تفضل جزاك الله خير الشيخ حسام الشيخ عبد الله أنا حفظت قراء والله الحمد ولكن حفظي الآن شي بأضائع ملحل هذا التساؤل الأول التساؤل الثاني الكتاب الذي أشرته يا أستاذ عبد الله نعم حق المتسابهات يلي تفيدري فيه أما السؤال الأول أحسنت السؤال الأول إنسى الماضي لا تفكر الماضي ابدأ لأن مشروع حفظ جديد وبعينك الله القرآن يستاهل أنك تحطي مشروع جديد الشيء الثاني أما الكتاب فهو كتاب الضبط بالتقعيد الضبط بالتقعيد يعني بوضع القواعد للدكتور فواز الحنين أنا ودي يمكن أن نحط عنوان الكتاب وحتى صفحة الغلاف في الردود على التغريدة إذا في تغريدة موجودة جاهزة عندك شكرا عبد الله ارسلها لي على الخاص رفحها فوق إذا موجودة عندك ارسلها لي على الخاص طيب جزيلاك وراخر جميعا شكرا عبد السبيل شكرا جزيلاك ختاما مع أختنا الأستاذ ويداد أستاذ ويداد موجودة معنا عبر سبيل شكرا جزيلا لك شيخ ناصر إذا وقتك سمح يشرفنا نسمع صوتك في مساحتنا أستاذ ويداد تفضلي في نصف دقيقة تساؤلك مع الشيخ عبد الله الله يدك العافية يا ربي يكتو أجلك ما شاء الله تبارك الله الحضور والقبول ما شاء الله تبارك الله يزيدنا فرح أنه الكل هؤلاء لأجل إتقان حفظ القرآن لكن نقطة أحب أني أنبه لها هو طبعا فقه العبادة وهو خير الخيرين الإنسان لازم يعرف خير الخيرين فنجد أنه حين ندخل على الإنسان مدخل أنه ينتغل بالحفظ عن إجادة التلاوة فلابد أن يكون همه أولا جود التلاوة ثم بعد ذلك يدخل على الحفظ لعله نوه لها الأستاذ لا يزاه الجنة الأستاذ عبد الله لكن نجد أنه في تسهل كثير يرغبون بالحفظ كما ذكر فيحفظون خطأا فيجدون عب تصحيح فيما بعد فليس يكون همهم أولا أن يكون تصحيح التلاوة ثانيا أن تكون خطة حفظ على مدى سنوات يعني لا يكون همه أن يحفظ فيه سنتين أو خلاه خطة 10 سنوات 15 سنة لكن شكرا للمداخل شكرا جزيلا أستاذ وداد شيخ عبدالله هل عندك تعقيب حول ما تفضلت فيه أستاذ وداد لا أحتاجت جميل يا جماعة الخير هذه المساحة المفروض مدتها 60 دقيقة امتدت إلى ساعة 45 دقيقة أخذت أنا شخصيا كمحاور حقي من الشيخ عبدالله عن المساحة السابقة أي والله أخذت حقي وقلبي بارد لحين خلاص ما أعد في الخاطر شيخ عبدالله لكن صدقا أرجع أكرر شعور جميل جدا أن المساحة بعنوان كيف نحفظ القرآن بإتقان ومتواجد فيها ما لا يقل عن ألف إلى ألف ومتين إنسان شرف لنا وحن إن شاء الله بخير نوعدكم دائما باستبافة شخصيات رائعة مثل ضيفنا اليوم حول القرآن وعلوم القرآن وكيف نتقن القرآن الكريم نحتاج منكم دعمكم الحقيقي مثل المتابعة المضيف حساب آيات آيات هي وقف خاص بالتمكين قراء القرآن الكريم ووقف رسمي متابعتكم للحساب وتفعيل الجرس هذا أمر إن شاء الله رائع وتوصلكم إشعارات في حال كان فيه تغريدات أو كان عندنا مثلا مساحات قادمة هذا رقم واحد اثنين ارسلوا لي على الخاص أو على حساب آيات في الخاص ضيوف حابين نستضيفهم ومواضيع حابين نتكلم فيها مع إرفاق حساب الضيف وإن شاء الله نستضيفهم وننسق معهم وتكونوا شركائنا في صناعة محتوى مساحات وحساب آيات على كل حال في تويتر آسف جدا لأكثر من 25 طلب مايك صعب جدا أني أرفعكم نحتاج ساعتين أكثر وهذا صعب علينا فإلي تلتمسوا لنا العذر وآسف جدا لبعض الرسائل اللي جات على الخاص أو التساؤلات أنا أرجع أقول لكم فيه تساؤلات كثيرة طريحات ذكرها الشيخ عبدالله فهذه مساحة مسجلة بعد ما نقفلها تلقوها تشغيل التسجيل أول 30 دقيقة فيها إجابة لأغلب تساؤلاتكم ختاما شيخ عبدالله حاب أسمع منك كلمة كظيف لنا في هذه المساحة وأبغى منك وعد أن نستضيفك مرة أخرى بعنوين أخرى وأيضا نعيد عنوان هذه المساحة بمحاور جديدة ومتجددة تفضل شيخ عبدالله الله يزيد تفضلك أوش تبغى الوعد بنوم ولا بدون لأنه صار معنا ويبدون لي مضاعف أبد إذا في نوم وتعطيني ساعة زيادة في المساحة اللي بعدها أبدأ ما نام براحتك الله تكسرح والعافية والله يجب الحاطرة تزحك الله خير يا مهندس حسان والله ما قصرت تزحك الله خير على الاستضافة أنا قاعدة ندحك لأنه ما في حد اليوم مدحك فأنا أعوضك شوي والله شيء قاهرني صراحة كل منطني وفي فرسائل أوامر مبرسة إدارتك رحيب إدارتك جميلة جدا وأسئلتك والله صحيح شهادة تسفيح أنا ما حسيت استمتعتنا حتى وما حسيت بالضغط يعني لأنه ترى حتى الإدارة تحتاج واحد يعني فاهم ومتمرس ما شاء الله وأنت عد ما يحتاج أستاذ فيها بالنسبة ل يعني كلمة أخيرة تقريبا قلت كل اللي عندي أثناء اللقاء وكلمة أخيرة فقط أقول مثل ما بدأت وأقول يا رب يكفيني واحد فقط يكفيني واحد من كل هذا ولي يعني يصير أصير أناني وأخذ أجره يعني والدار على الخير كفايا عليه يعني والحمد لله يعني الأجر يكون للطرفين كلهم ما في أحد يعني يأخذ أجر أحد لكن أجزاك الله خير على اللقاء هذا وأشكركم جميع على الحسن ظنكم أنا ما قلت شيء إلا مثل ما قلت في البداية أنه هذا قرآن وأنا لبيت دعوة القرآن يعني لأنه قرآن فأحاول أعطي أحاول أعطي ما عندي وما عندي إلا بضاعة مزجعة لكن لأنها قرآن فهي ليست مزجعة وإزاكم الله خير يعني على الحسن استماعكم وعلى تفاعلكم وبإذن الله نتقي في في لفات أخرى إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى الشكر لله أولا ثم لك الشيخ عبدالله على قبول دعوة آيات وعلى جهود آيات أيضا جملائي في هذا الوقف الجميل نسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون دائما بحسن الظن أذكركم بإذنكم ترسلوا لنا أسماء الضيوف والعنوين اللي حابين نتكلم فيها أنا آسف يا وحيد أشرف علي الأركاني وقصي جبر وخديجة وكاميليا ومسر آسيا وحصة وعمركان سارة بكر عبد الرحمن عثمان الله أكبر يزيد الرميح صالح هذو الأشخاص أرسلوا طلبات مايك من زمان أنا مرة آسف لكن شيء خارج عن الإرادة وأيضا آسف لكل شخص أرسلوا ما ردنا عليه منتلكم جميعا إن شاء الله يوم الأثنين القادم ساعة تسعة مساء يكون معنا الضيوف جديد نتشرف بوجوده مثل ما تشرفنا ما ضيفنا اليوم وعنوان جديد حول القرآن الكريم ورب يجبر خواطركم سبحانك اللهم بحمدك أشهدوا إلا إله إلا عند أستفدت واعتبوا استوداتكم الرحمن جميعا لا تنسوا متابعة ضيفنا متابعة محتوى الراقي وأيضا تفعيل الجرس في حساب آيات في حال تابعتوا بحساب وإذا ما تابعتوا تابعوا ترى عادي ترى نتابع فيها خير تفقنا تفقنا بسلامة شيخ عبدالله من القلب الممتلك الله يجب فاطرك حبيبي شكرا كله خير الله يحببك ولكل المستعين الكرام شكرا شكرا